السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة ومنقشة ومنظرة جديدة من حلقات ومنقشات ومنظرات دور الستاشر السينمائي وأتشرف في هذه الحلقة بضيفين بينضموا لقائمتين نادر الوجود فيهم شويتين داخل قوام دور الستاشر راح أبيكم الأول بعد أن أشرح لكم إيه القوار دا كابتن هادي باسيوني الجامد جداً اللي منورني لتاني مرة هنا في الستوديو أهلا بيك يا بيت حبيبي يا رايز ومستر إياد صالح الجامد جداً اللي بينورني لأول مرة هنا في الستوديو حبيبي يا رايز إيه بقى القائمتين دول هادي يعني المرة دي مش بينضم لهذه القائمة هو من البداية وهو موجود في هذه القائمة أنه من الناس قليلة جداً 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 ظهروا دور الستاشر بتاع السينما وبتاع الكورة تقريباً أنت ويوسف عثمان وعاوز أقول لحنا كمال وبس حتشتني طلع كورة وصينما حلقة الكورة وحلقة كورة وحلقة سينما وانت موجود في اي ما بوجودك النهاردة معنا أنك من الناس قليلة جداً اللي عملوا حلقة لايف وحلقة هنا الآخرين طارق ومحمود والحمدي وحمد شاوي بس كده دول اللي عملوا في الستوديو وفي غير الستوديو فمنورني جداً 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 في هذه الحلقة السينمائية الجميلة وعندنا بقى عدد كبير من المقدمات عن موضوع هذه الحلقة أنا وإياد وكان معانا خلد الكامار عملنا حلقة لايف بتاعة أفضل موسيقى تصورية وهدي كم حضرها الحلقة دي لسه ما تزاعدش أنا حلقة دي حططتها على اليوتيوب قبل الحلقة التانية لأن الحلقة التانية كابوس كده دي دي هتتزاع قبل حلقة حلقة اللايف دي احنا مصورينها لغم إن اللايف دي بقى لها كتير متصورة بس كابوس مونتاج انت مش مونتخيب وبعدين لو حصل اعتراض نلتقي نقدر تانية فيش حل تانية غير كده فالحلقة تاعت الموسيقىات الصورية فتحت لنا الباب لحاجة إياد كان بيفكر فيها من بادري جدا وقترح على يامنفاترة طويلة فكرة الأغاني في الأفلام فجأة كده التقت الرغبة بتاعت إياد والرغبة بتاعتي مع الرغبة بتاعت سبوتيفاي اللي بيتعاونوا معنا في الحلقة داية من خلال البلاي لست بتاعتهم بتاعت شباك التذاكر اللي فيها مية وخمسين أغنية من أغاني الأفلام البلاي لست دي معمولة للاحتفال بأثر أغاني الأفلام على المشهد الموسيقي المصري عبر التاريخ وطريقة الاختيار وضعت في الاعتبار شعبية الأغاني دي وأثرها على الثقافة الشعبية بداية من سنة 2000 فهي بلاي لست هدفها مش بس الترفيه عن المستمع ولكن كمان عكس تراء الإرث الخاص بالسينما المصرية فده إدينا نقطة بداية جميلة بصراحة لهو بدل ما احنا نقعد نفكر في القيود أو السروط اللي حنحدد على أساسها الأيبة اللي حنشتغل بيها إحنا هنشتغل من الأيمة بتاعت Sputifry على طول واللينك بتاع الأيمة موجود تحت في الـ description وأيمة حلو جد أنا شخصيا استمتعتي بيها من طريقة الـ research بتاعتي للحلقة دي إننا باقي بشغل الأيمة عمالة على بطار عمالة تلف على نفسها ودخلت منها أغاني كتير في البلاي لست بتاعتي ما كانتش في البلاي لست بتاعتي وأغاني أول مرة عرفتها أصلاً وخصوصاً بتاعت الأتلام الأحدث وبعدين مسكنا الأيمة دي بتشتغلنا عليها شوية قيابة عمل مجهود رائع في الطلعة الأولانية بتاعتها ووصلنا لـ 40 أغنية وبعدين عملنا الحلقة بتاعتنا المعتادة اللي موجودة في من الناس اللي عملة join للحلقة في موراق الكواليس تقدروا تتفرغوا عليها بالكامل موجودة هناك إزاي ووصلنا من 40 أو 43 أغنية للـ 16 أغنية إيه اللي حيكتدوا معنا النهاردة فدي أيمة مبنية على تعاون مع سبوتيفاي في أغاني أفلام كتيرة جداً تانية موجودة برضو على سبوتيفاي بس إحنا حددنا نفسينا بالحاجات اللي موجودة في البلاي لست بتاعتي شبكة تذكرة بالتحديد علشان نشتغل منها ونوصل لده والمفترض إن احنا في المستقبل هنستغل الفكرة داية في إن احنا نعمل مجلدات أخرى من الأفكار بتاعت الأغانية بتاعت الأفلام زي ما بنعمل في الموضوع بتاع الإفهاد كده إن كل شوية بنختار الضفين اليوم دعوة بالكوميديا ويطلعو لنا في 16 إفين نشتغل بيوم نفس الموضوع دوت لإن عشان نحدد مين هما أفضل 16 أغنية في تاريخ السينما ده شيء مستحيل إنت لو فاكر لما كنا بنفكر فيها كنا عمانين نقول طب هنجيب أغاني قديمة طب أغاني جديدة سبعينات ثمانينات تسعينات يعني هي يعني صعبة إن إحنا عندما نغني إحنا عب حليم ممكن يكون عنده ممكن يبقى دور 16 عب حليم بس مية وتمانين فيلم في أغنية فيلم يعني خمس أغاني في كل فيلم وعمل أفلام كتير فصعبة قوي إنك تعرف تلعب دور 16 في عب حليم حقص إن الحقبة دي ما دخلتش معنا عشان حقبة دي مخيفة دي لازم تتأسم حتى ما ينفعش تتاخد كلها مرات أيو 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 يعني صعبة أيو ممكن تشتغل بالأغاني لطبعتها كوميديا بسا أيو ما بين الحاجات اللي عملوها كوميديانات زي الحاجات بتاع سمايلي ياسي حتى عبد الحليم نفسه عمل حاجات كوميديا الحاجات اللي بتتعامل الحاجات المحمد فوزي كان عاملها كهزار جوه الأفلام بتاع كوميديا لا لا أنا أعتقد إن موضوع الأغانية اللي جوه الفيلم دات ليها خصوصية شديدة جدا بالسينما المصريية مش زي بقية السينما مش زي بقية صنعات السينما في العالم أعتقد إنه إنه السيمة اللي موجودة في السينما الأمريكية هي فكرة إنه فيه أغاني في الباكراوند ممكن تكون معمولة للفيلم ممكن تكون أغنية أصلا مشهورة في وقت اللي نزل فيه الفيلم بس فكرة إنه فيه أغنية معمولة للفيلم وليبقى له فيلم فيه تلاتة واربعة وخمسة أه بس مش في الفيلم العادي في الملعة استثناءة الفيلم العادي فيه أغنية تريندين شغالة في الباكراوند في اللي هو بيعمل أكشن وهو بيسائل عربية أنا بحس فيه جزء كبير أصلا من اللي شالوا الصناعة السينما في مصر كانوا مغنيين يعني من اللي شالوا أفلام كتير في حقبة كبيرة من اللي هي دي أنجح ناس أصلا مغنيين وبيغني غير إن الميوزيكال بتاعنا في مصر مختلف عن الميوزيكال يعني الميوزيكال حتى الأفلام اللي هي بتاعة عبد الحليم والناس دي ما كانش الفيلم كله استعراضي هو كان بيقفيل خمس أغاني ده بس بعد كده عادي هو فيلم عادي لا وإحنا عندنا أغلب الحاجات يعني معرفش يعني أنا حعمل ادعاء دلوقتي قريته من كلامكم مش متأكد بينه من نسبة مية في مية إحنا ما عندناش الأفلام يعني الأفلام اللي فيها الميوزيكال بالمفهوم الأمريكاني اللي هو فجأة وإحنا ماشيين في الشارع حنقلب استعراض دول قليلين جداً فيه بس قليلين جداً يعني ممكن نفتكر منهم أبي فوق الشجرة ومش قوي مولي جالونيا معرفش ممكن نجوب يوم فيه حاجات بس الباقيين الحاجات بتاعة فرقة ريضة دول لأنهم فرقة استعراضية أصلاً فمن المفهوم إنهم في أي لحظة أو تبقى ومش قليلين الموضوع ده يا إما حاجة بتدور عن فعلاً أداء استعراضي بشكل ما فالاستعراض نفسه بيدور على المسرح يعني فيه مصرح وفيه مصرحات بنعملها بكو بروفات أو بنقدم الحفة باتة أو كلام زيادة لكن ما فيهوم الميوزيكال اللي الناس مش يتغني على نفسها في الشارع بقى أيها مش عندنا بس عندنا كتير بقى اللي هو إن البطل يغني أكتر من الأفلام الأمريكاني بكتير حتى لو مش مغني حتى لو مش مغني يعني إحنا عندنا أعتقد دي اللي ممكن تبقى غريباً إحنا عندنا ناس كتير مش مغنيين غنوا في أفلام ومش الفيلم الميوزيكال طب انت ليه بتغني أولاً أشرف عبدالباقي أحمد عزيز أحمد عزيز أحمد عزيز محمد سعد محمد سعد هنيدي هنيدي أحمد حلم عاد الإمام عنده عاد الإمام هب اسفل النوم يلا نكسب كامل يعني عنده شوية حاجات فيها لا كتير يعني وأحمد حلم أحمد حلم يغني كتير قوي برضه في أفلامه وفي حاجات كاتكولتون بقى رينجتون اللي هو قول آلو والنبيت عشان كان مشغال في كل سنة وشفت الوادى بوجلة في شعره اللي مبلغت في الديسكو صح وأعتقد في أول الفيلم اللي كان مع عشرين أيوة كان زكي شاك لا يميدوا مشاكل يميدوا مشاكل يعني يعني نحب الأغاني في الفيلم يعني ممكن تكون أحيانا بتعمل بجودة أحسن من أوقات تانية بس هو جزء من تركبة الفيلم كده اللي أزمع فيه هناك أوكي يعني ده شيء كويس ولا شيء بحش ده شيء ثقافي يعني هي دي ثقافة جمهور أوكي أنا بحب لو إجبار أداي أنا بحسن طريقة التوظيف مؤخرا أغلب مفرداتها بيشوب هتكسر أيوة طيب اللي هي فكرة ايه احنا في فرح بلدي فحدة هيعمل أغنية والأغنية ديتاً هاخدها بعد كده علشان تعمل ترند الفيلم احنا في عيد ميلاد احنا في احتفال احنا في البحر في معرفش مين احنا في المعرفش يعني لازم أكون في حفلة وهتفاجئ بأن المطرب اللي هو طالع بشخصيته الحقيقية طالع على الستيج لمجرد أن هو يضرب الأغنية بتاعته فأخدها عشان نعمل بيها ترند والموضوع ده دلوقتي يبتدى يتسلل ووصل لمسلسلات كذلك يعني كان فيه مسلسل السنة اللي فاتت كنبلت الجيل كنبلت الجيل دي مسلسل ايه؟ مسلسل كان المشهور قوي عليهم بيصير اللي هو أحمد السقق العتاولة العتاولة لا لا كان فيه الفيلم بتاع داشو عمر عصام فيه ده اغنية بتاعت عصام صاصة بتاع عصام صاصة دي كانت ساعتها نزلت على الفيلم زي ما تكون بالشلوت كده إيه الحقيقة عصام صاصة لي غانيه؟ عشان ناخد الأغنية علشان نركب الدنيا بس هي أخد بالك هي طول عمر يعني الموضوع ده يمكن من أول السينما الجديد يعني من نهاية التسعيرات دهت الألف نهاب فكرة انه فيه أغنية في الفيلم هتستخدم في الدعاية اللي هي كمان تزمنت مع ظهور القنوات الخاصة وقنوات الأغاني وانه بقى فيه ويندو ان انت تعمل دعاية والموسيق بلاتفورم ساتشاة سبوتيفاي دلوقتي بس في وقتها كان نازل بتعمل دعاية للفيلم في أغنية فأفلام كتير كانت هتعمل أغنية حتى لو فيهش أغنية في الفيلم وفيه حاجة برضه عايزين نقولها حتى لو كانت لقطات على أغنية نعرضها حتى كمان يعني فيلم مثلا زي حرب إيطاليا كان فيه أغنية عاملها كارول سامحة للفيلم القلبي ليه حاسس قوي بالشكلة ده وهي أنا عارف الأغنية بصمش فكرة لا أنا عارفها دي كانت كتعمل أغنية حلو برضه الفيلم الفيلم ده شعبان الفيلم جواه ده آه آه كتعمل الأغنية دي سوري تعمل الأغنية دي للفيلم بتاع مستوى شعبان ومونة زكي اللي هو حرام عمرنا مع إن فيه أغنية تانية جوا الفيلم بس هم عملوا أغنية للدعاية مش حطنها جوا الفيلم على كده وعطقت حرب إيطاليا كده ده على فكرة الفكر الأمريكاني يعني الأوسكار لما بيجوا يتكلاموا على أوسكار أفضل أغنية مش شرط تكون الأغنية دي شتغلت في الفيلم على الإطلاق بس هي مجرد إنها أسوسيتت مع الفيلم يمكن تشتغل في فترة النهاية عندهم بيقعد سمع ثمان دقايق فبيبدلوا عليه أغنية واثنين أو مجرد إن فيه يعني ارتبطت بالفيلم بشكل ما مش شرط إنها تكون طالعة من فيلم غنائي ومش شرط تكون انتغانية جوا الفيلم وده بسبب أصل لأن الأفلام عمرها أقصر من الأغنية كتير فهو أنا بحس إنت لما بتعمل الأغنية حلو كده 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 عمر الأغنية أطول من عمر الفيلم يعني الأغنية ممكن تسمع بلوقتي أغنية لسيد درويشة بس استحالت تتفرج على فيلم الزمان ده فإنك تعمل انت كل ما صرف أغنية عبدالحليم بصرط تكون عارفة من فيلم ايه فإنك تعمل أغنية مثلا زي النور ما كانوا في القلوب دي ممكن بعد مئة سنة حد يسمعها يحبها ومش عارف إنها جاي من الفيلم استحاله يعرف بس يوديلي الفيلم يعني وجود أغنية حتى بتفضل مطولة عمر الفيلم السنين قدام نفكرناش فيها خالص ده أعتقد سنقولها مثلا كفيلم أنا بحبه جدا بس كان هيعيش من غير الأغنيتين دور مثلا لأ من غير أغنية خالد سليم لا 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 طبعا الأغنية هي اللي هي هي اللي لسه مخليها الأغنية طبعا والمخرج يعني برضو إن الناس كنت تتفرج عشان مشروع المخرج أو مشروع المؤلف يعني عندنا تأملات أكتر وأكتر في فكرة الأغاني في الأفلام هنطلع عليها أكتر في المباريات نفسها وهتبقى عامل من عوامل المفضلة والمناقشة والأمور دي كلها نتفكركم كمان مرة بالبليلست بتاع شباكة تذكر على ستوتيفاي موجودة تحت في الدسكريبشن نتفكركم كمان مرة بإن في حلقة تانية بتاعة الاختيار حلقة السيليكشن موجودة لما تعملوا تجوين في القناة نطلب منكم بعد إذنكم لايك للحلقة على سبيل التشجيع لايك حبا كده في الضيوف وفي الفكرة وفي المجهود وفي الأمور ده كله ولينك القناة بتاع التهادي يعني مش محتاجة مننا دعمه مش محتاجة مننا ننشرها ولكن القناة موجودة تحت لو ما تعرفش المراجعة النهائية فأنا عملت فيك معروف دلوقتي بص عليها واخد فكرة واياد شوف انت الحساب بفاعله ممكن لحط الانستجرام بعد دي في الانستجرام بتاع اياد معرفش بعمل عليه ايه بس موجود تحت بالتسجير و دلوقتي اصبحنا جاهزين للقرعة انت هل احضر في هذا الستوديو في انترات الكريش؟ هل هازم نقلبهم ولا يعني النازمة تفترض فيها نازهها تلوش مستجد بقى بسمع على طول ايوا أعباه هواز المتاعها دي احنا مش عدقرف تجيب غيرها باللفف دوائر باللفف دوائر تقابل تقابل النور ما كانوا في القلوب النور ما كانوا في القلوب تبتنها دي دينا المباراة اللي بعدها الشرط اللي احنا اشترطناه علشان الاغانية تكون موجودة معنا في اللستة داية انها تكون تغنت في الفيلم مش اغنية باعه اي عمل فيلم وهو قد شلنا حاجات حلوة بس علشان ستاشر دا رقم قليل شوية صحيح انا حبيت انا حبيت خالد سليم السلم التعبان انو خالد سليم داخل باكتر من اغنية بدا اي عنده اتنين تقريبا وحلاوة روح حلاوة روح حكيم من فيلم حلاوة روح ماشينا ماشينا اه اه فكرة بقى ان فيه مطرب يبقى له اكتر من اغنية دا وارد او ممثل او مؤدي او اللي بيغني الاغنية الموجودة اكتر من المرة دا وارد ولكن ما ينفعش يكون فيه اغنيتين من نفس الفيلم نفس الفيلم المباراة الثالثة يقول لك اختياراتي مضمرة حياتي احمد سعد افتك رحمة سعد ممكن يا لعب احمد سعد يد حبيبي عاشق متحط صالح متحط صالح متحط صالح موجودة ممرة متحط صالح هو دي لعبته اصلي اه 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 يعني دا ما لعبه يعني بحس كاش ولو محمد هينيدي هادي كده في واحد من دول هيوصل للنهاية ايه دا دا الجم اه مش الغزالة رايقة ايه الغزالة الرايقة حد عارف اسم الولد اللي بيغني هو طبعا كريم محمود عبد عزيز بيغني فيها بس اقول لحضرتك حاجة بق ملحوظة تقنية شديدة جدا في مغني كبير بلد اا لا في الفيلم محمود عبد العزيز بيغنيش والد بصر المنوع جوه الفيلم كتير بنعشق كتير بنعشق شيرين لا حتى في الاغنية الرئاسية صوت الكبير دا مش محاقمش كريم ما هو لا كريم لا يا عم كريم يعني صوته قوي يغني كتير قوي في الافلام او دا برضو من الممثلين اللي غنوا كتير في الافلام بحبك وحشتيني حسيم الجسم الرهيمة صح ايه تقريبا دا اول اغنية جميها بالنصر صح دي كان بداية اه قبل ستة الصبح قبل ستة الصبح علي صوتك محمد مونير اوكي النصير لأ دورك انا اه المباراة الاخيرة احمن تصعد على وشك يعني على وشك انه لعب نفسه فعلا المباراة قبل الاخير عشان نظهره لغاية الوقت فيلم واحد وهو موجود تلات مرات اه اه فهنا هيبقى معينا فيلم قونية كامل نانا كامل نانا محمد ينيدي لو صعب ما اطلعش في دي بصعب احلا كامل نانا اه اللي جاي مش صعب اللي جاي هنيدي يا جماعة هنيدي لا امستردامش لناه برضا اه مش عارف دي انا مش هكلمين برضا صعب رد ربادي لا انا خطي حلو النهاردة بلاش الملامة بلاش الملامة اه خالد سليمي مفيش حد حلعب نفسه طيب الحمد لله ناشينا ازاي ما شفتها عردي الله فعلا مش عارف ليه يعني كنت متخيل ان احمد صعب ليه اتنين فاخير اربعة تلع مجوش ولا واحد اوك نزاحة يا جماعة درجة نزاحة وانعدام للاجندة في اقصى درجاتك هل عندكم تخيل او تفديل مبدئي سواء من ساعة لما شفتوا الليست على سبوتيفاي او لما عدم فلتر النهاردة من البداية وانتو متحيزين لو اغنية او لما جاشتها خالص اه خالص يعني في اغاني بحبها طبعا من دول بحبها بشكل حقيقي بس انهي الاعظم او الاهم او الاحلى او الاجمل هي لازم تطلع في المصابقة زي دي يعني صعب تقولها مع نفسك يعني انا بحب الاغاني دي كلها انا اصلا علاقتي بالاغاني انا بحب اغاني الافلام اكتر من الاغاني اللي هي العادية اوك لان انا بزهق من اغاني الحب اوك اللي هو فبحس الفيلم بيبقى غالبا فيه عشان فيه قصة للفيلم فبقى فيه تويست كده يعني بقى فيه معاناته في الفيلم الكوميدياته بشعار فيه فبحب اغاني الافلام اكتر اصلا من اغاني العادية فانا حبيب من كلهم تمام يعني ومع ذلك مطلوب منك انك ياما ترشح ياما تختار ياما تتوقع ايه الفكرة دي زعرت امتى في البداية؟ من اول مرة خالص ليه؟ يعني بس تبقى بتدي حتة كده ان الواحد في الاخر بحس انه يكسب يخسر طبع تطهر تفكر انا مش عارش الحقيقة انا هقول حاجة كده اللي هي يعني اللي هي لو خسرت مش هزعر خالص وانت بقى بتقى محتار تكتب الحسابية اللي ممكن تكتب ولا تكتب اللي انت فقط باعة لا اللي انت نفسك فيها يعني فاهم؟ اللي حاس انك هتعرفت يعني اللي حاس ان هي الاحسن عندك فيها كتير حاسس كده من سكتها في القرع انها ممكن توصل بس انا مش هتخاني لها اوي الصراحة انا مش عارف انا برضو مش هنزلت ضد مين قرمية ومها لا لا خليها معاه عشان ما تبقش قوصت بارح كنت بلعة دور 6 شرقات مع عمر الشريف الاختيار بتاعي خسر في اول راون. اول راون؟ زي انت هتقول لي شو كل حلقة توقيت تقول انا بحاول اختار اللي ما بتحسرش اول راون. ما حانش اختار? اه. اه. يتضرب على الارض. ما اعتقدش اختياري هيخسر اول مطش يعني. يا رب. للناس اللي مش هتتفرج على الحلقة بتاعة الاسيليكشن. الافلام او الاغاني التانية اللي كتقربت معنا واللي موجودة في البلاي لست على سبوتيفاي. اختياراتي الغزالة راي. سوري لا موضوع اللي دخلوا معنا. اصود الارض من ولاد رز. ايه اليوم الحلو ده واحد من الناس. اخد يمين. تحت اقتران حسني. والله لغاية اخر لحظة كنا عاوزين اندخلها بس خرجت في الفلتريشن الاخيرة. ايزي ماني شارموفرز. مدام امستردام. انا شخصيا اكتشفت اغنية. ما كانتش لفتة نظري خالص بتاعة روبي من فيلم جروب الماميز. اسمها حياتي. والله اغنية حلوة جدا جدا جدا. هي عموما البلاي لست اكتشفت لي خمس ستة اغاني زي ما بقول لكم. غالبا دخلين عندي في البلاي لست العداية اللي انا بسمع. بيحزين للمباراة? بيحزين. المباراة الاولى. الدوائر والنور ما كانوا في الان. مش انتم شوية كنتم بتقولوا في اغاني انتم بتحبوها. انا اللي بحب دي ولا بحب. و وصعيد ان الاثنين اي في واحد فيهم ساخد مقصف اولا. انا بدان من كده فكر الناس بس. ده اللي ما عرش ده. الدانية اللي هو النور ما كانوا فيلم. انا خليني اكلم على دوائر. اهي اقون هي بتشتغل في اخر فيلم. يعني شب هي يعني بتدخل المازيكة بتاعتها والتيترات هتبتدي. فالغنية كتبها تقريبا عبد الرحمن الأبنوني والحن اللي بيغنيها اسمه مرارخوري لما هي نجحت فوقتها لما تأول مرة الفيلم اتعرض والناس بيسمحها كتير سبقا تفكر فيها هي فعلا من أسكى الأغاني اللي اتكتبت على موضوع فيلم يعني الفيلم في النهاية بيتكلم عن الجيل ده في اللحظة دي الولاد اللي بيقفوا عند الكشك وفيه موحب يعدي بيرة عربية يجي بيرة عربية وتخبطوا العالم ده فبيبتعزوا سنة وبتعزوا سنة وبعدين يرجعوا تاني والفيلم ما بيقولش ان فيه نهاية واضحة هم في الآخر بيلفوا في اللعبة بتاعة الملاهي اللي موجودة لشبه الساقية دي فالغنية لما تركز في كلامها أنا بشوف ان الأغنية دي من أحلى الأغاني الأغاني اللي فيه مجهود كبير جدا في كلامها مش بس عشان يبقى لذيذ والترندي وفيه مصطلحين تلاتة كاتشي حلوين لأ هي غنية عميقة جدا فاهم وفيه كوبليهات الغنية لما نزلت أول مرة على مشاهد من الفيلم فيه كوبليه مش موجود في النسخة دي موجود في النسخة المراوان الخوري يعني ده غدل هو الكوبليه اللي هو بتاع نحلم نحلم ونحلم والأماني المفرحة وقتاري أحلامنا بلا أجنحة حاجة كده يعني فيه فيه كوبليه زيادة مش موجود في النسخة بتاعة الفيلم فأنا شايف يعني الأغنية بتفكرني على طول بالجنريشن يعني ما بسمع الأغنية دي دايما بفتكر إنها شبه طيور الفجر تايها في عتمة المدينة بالتوه تفهم اللحظات بقى لأنت بخلص جامعة وراجع بالليل سائل عربية داخل البيت عارف الوقت ده فأشوف إنها أغنية حلوة حلوة في الفيلم مرتبطة جدا بالفيلم النور ما كانوا في القلوب أنا أقول لك أنا أشوفت الفيلم في السينما الأغنية في لحظتها مؤسرة يعني أحداث الفيلم بتاقي بتوصل في الآخر هو طالع على معرفش حل دايما مشهد المسرع وحد بيتكرم بيبقى مشهد مؤسر وكان في حتى سلو موشن بس تمام حقه يعني واللي بيميزها طبعا اللي بيميز أغلب الأفلام اللي عمل الموسيقات السورية بتاعتها خالد حمان إن هو اللي بيرحن الأغنية فبتبقى أنت حاس أن مزيكت الأغنية دي أنت سمعتها في الفيلم يعني ما تحسش إنها من برة الفيلم أنت تسمع مزيكة في الأغنية أنت سمعتها أورادي جوه أحداث الفيلم ومتحد صالح طبعا يعني اللي كان محتكر أغلب أغاني متحد صالح في الصانتراكس تاعت الأفلام على الحجار في تترات الموسيقات بزبط دول بيع وشارك هاي من بحجة عمر في حفبة الألفينات هو الكاتب الأكثر إنتاجة له أنا بالنسبة لي أنا متفق مع كل ما قلته ده بس لما تيجي تبص على النور مكانه في القلوب إحنا بس برضو خدنا عليها برضو من كترة بنسمع كتير بس هو أداء متحد صالح وإحساسه فيها وصوته مش عارف هو ده هيخش معنا في التقييم يعني هنا الصوت يعني هنا متحد صالح فارق يعني مودي له يعني يغير صوت متحد صالح حد صوت حد تاني تلاقيه الأغنية بتقل شوية الحاجات الدوائر لو شلت كل عمل كده هم متكاملة أكتر يعني هيا الأغنية دي هو متحد صالح شايلها على كتاف وفهم والاتنين بيجوا في آخر الفيلم اللي هو والاتنين على مستوى التوظيف تقريبا في نفس المكان تقريبا بنفس الأسلوب هي خلفية مشهد تحيس الاتنين بيعملوا في دوت للفيلم كده وانت خارج من السينما كده اللي هو تقوم إيه خارج بالأغنية الحاجة الاتنين الدرس المستفيد يعني فهم يعني هذا الفيلم يتحدث عن النور مكانه في القلوب هذا الفيلم يتحدث عن النور مكانه في القلوب ممكن كتابتها أسهل شوية يعني برضو الجملة مش عبقرية قوي بتاعت النور مكانه في القلوب بس برضو وقتها يعني هي وقتها ما استخدمهاش غلط مش عال المفروض بنبدأ نختار ولا بنقول القراء بس لو جاهزين أنا عندي تفضيل وضع رغم أن أنا ما بحبش الاتنين قوي بس أنا يعني مشكلتي مع النور مكانه في القلوب إن أنا بحس أنها أغنية وعضية شوية لها خصية محدودة بالشخصية ديت في الظروف وديت ما هياش حاجة ممكن تبص فيها وتتأمل في معكاس ما ليها على نفسك أو حاجة زي كده بالإضافة لإن أصلا أمير الظلام أمام ده ليه بس كلمات أغنية النور مكانه في القلوب ده ممكن واحد منكسر يسمعها ينزل لي روح الجم يتكون قد الحياة أنا عمري في حياتي مهرورية طيبا أنا مستقيمة لا يعني عمات تاني لا جايبة معي كده ولا جايبة معي كده يعني قصدي كلماتها برضو فيها حتة اللي هي قوم وإحلم أنا بحبش أغنية الهدي أنا عندي أزمة مع الموضوع ده وطول عمي أنا بحس أن ولا بحب الأفلام الهدي أنا أحب الإقاع اللي فيه جرأة اللي فيه حد بيسرخ اللي فيه حد خارج بس كيه أيوقات بتبقى اللحظة يعني يعني بقول لك في حياتي كلها وعلى فكرة أنا بموت في الأغاني يعني أنا أوكي الجزء مهم من حياتي موضوع الأغاني والبليليست والتأملات بتاعت الأغنية والتخيولات اللي بتجي لي وأنا بسمعها أغنية وعندي تفسيرات معينة وفيه أغاني مطلع منها أكوال مقتورة ومشي بيها في حياتي كمان وحاجات زي كده من كل الأغاني اللي اسمعتها في حياتي ما ظنش إن فيه أكتر من خمس أغاني اللي يتقال على إقاعهم هادي أنا بحبهم بحيب بسمعهم من أساسهم كل الأغاني يعني كل الأغاني التانية بحس إنها فيها درجة فانيليا اللي هو يا رجل ده ولا طب حط حتة مكسرات يا أختي طب يعني حط صوس شوكولاتة على الفانيليا دي فهيان فالتنين للأسف عندي يندرجوا في هذا الموضوع بس الإطار اللي عم بتع تأملات في الدوائر أكتر شوية من الليما كانوا في رائع شخصي والفيلم يعني أنا عارف أن فيلمين مش شرح بعض بس الفيلم أقضل طبعا وحاسس إنه ده عامل أنا هختار النور مكانه في القلوب علشان تختار أنا عارف أنك هتصل عن اقتناع ولا علشان لا يعني عشان نبالنسش أنا بصراحة أنا في النص ما بينهم يعني أنا هختار بالنفة في دوائر بسيق لا لا أنا كنت عارف إنه هختار لا أبين قوي إن أنا هختار إنه أنا هقول لك حاجة برضو أنا أنا يمكن بحب يعني بحب أغاني الأفلام بحب الأغاني العادي بس أنا بيفرق معايا قوي في الأغاني العادية الكلمات أكتر من المزيكة يعني ممكن بحب أغانية مزيكتها مش واو بس كلامها مكتوب حيل في الأفلام دايما بقعد حاول أفتكر هو أنا لما الفيلم كنت بشوفه الأغانية دي كانت حلوة في الفيلم ولا لأ فأول مرة شفتها إنه ممكن بعد كده تبقى كرينج أو كيتش أو بس أول مرة فأنا بقول لك النور مكان في القلوب أنا في العادي مش هتعجبني يعني أغانية في العادي مش هتعجبني بس وأنا بتفرج على الفيلم لما شتقلت اتأثرت فده معلني فيها حاجة يعني صوت بقى متحة صالح شكل مزيكة الأغنية اللحظة نفسها أداء عاد الإمام يعني في حاجة مخليها مشهد الأغنية دي أنا ما بنسهوش هو طالع والناس بتقف وبتسقف هو بيلف وبيبتسمنهم يعني في حاجة في الأغنية مخليها مميزة لما بخدها بره الفيلم لا ما بحبهاش قوي يعني بحسها اللي قادرة على التحدي مش هايز أزودها يعني آه قلو ما قاعد بحسها اللي قادرة على التحدي يعني بحس إنها ينفع تأمد بها مين أنا عايز عايز أزودها رغم أن أنا خلاص خدتها أنا عوزه من المطش دوت بس أمعي يعني مدام في قلبي هقولها مش هكتمها يعني أنا حتى لما اشتعجلت الفيلم كرانجيت أصلاً أنا مشكلتي يا جماعة أنا لقا بيه الزلانج كل فيلم كرانجيت أنا أسف والكوميديا اللي بتشتغل حتى الكوميديا الإنكستريم قاوي يا تشخصاش غيرها بتاعتنا نبيع حق نشرها جاية وبعد كده نروح للعنف بتاع الليفل سلام يا صاحبي ضد ناس أنت ما عندكش ضدهم بيف من أساسه طب ليه يعني أنت موهم الأساسي هو نجاتك من الموضوع مش اللي أدنو أنا ما بحبش فيه أنا ده خلص بصراحة نعم مش فيلم قوي إذن فالفائز الأول معنا هو دوائر وننتقل لمباراة تانية أنا حبيت وحلاوة روح والمرة دي التوظيف فعل قرنية مدرستين مختلفتين تماما أنا حبيت دي بتشتغل تقريباً تنص الفيلم مش في النهاية ولا حاجة وتشتغل على المونتاج منتاج منه لقاطات جديدة ولقاطات أجيمة جوة الفيلم يعني والمونتاج ده شغال جوة الفيلم في حاجات اللي احنا بنروحها التجارب بتاعت الحب البريء بقى الجميل الطموح اللي ما بين الشخصيتين وبعد اللقاطات من المرات اللي اتقابلوا فيها لأول مرة وكلام زي دوت لغنية تقريباً بتشتغل كامل دي اللي كان بينظف البيت فيها صح؟ مش اللي بقى الكنزات وطاعة اه اه وبيحضر معها وكانوا بينزروا بلو فوتو شوت في الحسين باين اللي هي ده أول الحب اللي هي الحب الكويس بقى قبل ما يلابس قبل ما يحصل التراجع وبعدين حلاوة روح المدرسة اللي أنا لا أحبهاش إطلاقاً فرح بلدي والفنان حكيم وبطبط الفيلم تطرفة صورة ناية تسلقنا يا حلم اه انا هاختر انا حبيت لان هي في النص الفيلم بتزوق الأحداث وبتدي موت حلو ولايق على السلم والتعبان قوي كده وغير ان الفيلم كمان برضو لو قلنا ان حلاوة الفيلم هتبقى عامل الفيلم أحلى بكتير قوي من فيلم حلاوة روح من ده أكيد فأنا هاختر انا حبيت بص هو فيلم سلم والتعبان فيه كذا أوهنية وكان جزء من تركبته هي الأغاني يعني تبتسمعك أغاني في اللحظات الرئيسية في الفيلم غير أصلاً ان هم فيه أغاني في البكراوند وهما بيعملوا أعلانات فبتسمع جينجل يعني الفكرة انه موسيقياً وشامنا زي عامل ما زيكا فيها جتراء يعني في حالة كده بتخليك تحسن فيلم ده في حاجة موسيقياً والخد بتاع التانجو اللي شغال معناتك شوية والمزيكة التانجو بتاع فهو بتحسن هو على بعضه طبيعي انه هو يبقى فيه أغاني وهو بحسن هو أكتر فيلم مصري بالنمط الأمريكاني اللي بتقولك عليه اللي هو البطل بتده يحب فانتا سمع وراء أنا حبيت أنا حبيت بعدين بعد شوية تحصل المشكلة فهتلاقي عيش حب الناس وعي اللي هي أمريكاني قوي يعني شكل أمريكاني جداً فبالتالي ما بتنساش أغانيه لأنه هي جوه الفيلم شكل رهيب بس أنا بأعتقد أنك ما تسمعهاش بره الفيلم لأ في ناس أنا أنا بحبها بره الفيلم أوي مش عارف أنك تقعد تسمع أنا حبيت أو ممكن تسمعيش يعني بحسن هي خارج عالم الفيلم خارج آه خارج هي عارف الأغنية دي نوعية مش هتشتغل في فرح أو في حفلة بس ممكن وانت سائل واحدك تشغلها مثلاً مثلاً يعني عزي منها عكس بقى حلوة روح حلوة روح دي الأغنية اللي نزلت في الفيلم الفيلم طبعاً خسرت الدنيا مش هي مش هي خسرت هي عاية نجاح غير طبيعي عادة إحياء حكيم بشكل كبير تاني مع الجنريشن كان يبتدى يبقى بعيد عنه الفيلم طبعاً كانت ظروفه غريباً لأنه هو الفيلم نزل وبعدين اتمنع وتشلم السينمات وبعدين رجع تاني نزل تاني الأغنية في الفيلم هو حلم أصلاً يعني هي البطلة بتحلم أنه هي لو رحت الفرح ورقصت وحكيم هيبقى بيغني فهي ملحاش أي علاقة ولا الكالر بتاعها عليها أي علاقة فيها قادة دي من الأقحام أعتقد آه يعني هما ما لقوش فرصة في الفيلم إنه هيفاء ترقص في الفيلم لأنها المفروضة لها لا ما دا يتمقد مع طبيعات الشخصية طبعاً فبالتالي هنعمل ايه ما إحنا برضو لو جبنا أستاذ حكيم أستاذها هيفقى يعني بس طبعاً هنا هي كمزيكة كانت مختلفة جداً ككلمات أعتقد هنا فيها جزء فولكلور يعني هي مش مياه المياه الموالي اللي في قولها طويلة لا الكلمات دي أصلاً يعني سمعت من قبل الأغنية بعشر سنين الناس بتغنيها أه 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 فقصدي بس يعني قصدي إن فيه شوية حاجات فيه شوية حاجات متزودة فيها اللي هي جملة اللي هي نعمة على الأرض بتبوسها أوكي بس دي جملة سمعتها كتير وده عيش الجسد فاني لكن اللي باقي حلاوة روح أعتقد هو ده اللي خلاهم راحوا للأغنية لأنه فيه حلاوة روح وليها دابل مينيج وبتاع كده بس طبعاً أنا حبيت أغنية فيه يعني هي الحلقة يعني هي اللي إحنا فأنا هروحنا أنا حبيت وأنا كمان حلاوة روح أصلاً في الكتليب يعني حتى لو اتفرجنا عليه خارج الفيلم نفسه المفروض إن اللعبة اللي هما بيلعبوها إن طوال الموال الأول بتاع حكيم جوه الأغنية هيفاء وهابي أمتظرش بو الشكل وبعدين لما بيبتدي بقى المزيكة خشة وطابلة بخشة يبتدي الباب أحب أطوال قوي 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 عملين نصورة من ضغرامة رجلين رجلين مش ممكن كتير قوي لا انت رازم تشوف الفيلم ده لأنه لا طبعاً مش بلازم سيكوينس النهاية لا سيكوينس النهاية من الأغنية اللي عملت الفيلم برضو ما هي ما عملتش الفيلم لأنها لأنه هو لأنه مش بسببها الناس رجعها تشوف الفيلم ولا الفيلم جاب إرادات لما رجعها في عارض تاني بس لو جاب مثلاً 2 جنيه وقتها بسبب له هنا لا بسبب عيفاء وهابي عيفاء وهابي في الفيلم وبعد الموضوع بتاع المنع ومش المنع فاكر فاكر تريلر بيهلوا برضو فاكرين تريلر بتاعت الفيلم التيزر بتاعته كانت إنها بتمشي بتمشي على صفرة باين تمشي ورجالك تلي تولع بتحط سجارة وبعد ذلك مالينة مواقصة بتخدم مالينة عدلي هرت المباراة الثالثة اختياراتي مدمرة حياتي وبالورقة والألم توظيف مختلف برا هو أنا عايز تبدأ لا لا يبدأ انت كل مرة المرة دي ده دمتش صعب شوية بالنسبة لي وصعبته لأن الجنرا مش واحدة فأنت هتبقى أنا خايفة اختار بناء على مودي دلوقتي أنا الفترة اللي يصلي مكتئب شوية لأش هي المزيكة كي هي المزيكة كي للأسف وهي أصلا في الدروس 16 انت بتضطر حتى في الحلقة اللي عملتها في المسرح لبالي بيالك بيلعب مثلا عريس من جامل هتعمل إيه؟ لا مش هولي الحلقة دي ما تزعيتش واخر البلد أصلا ما أظنش يعني انت بتكلم فردا أنا أصلا مش متأكد من الموطش أن أتلعب لا ما تلعبش لا لا ما تلعبش بس أنا قصدي هذا الموضوع ده معانا فاختياراتي هقول لك أول حاجة فيلم عسل سود أحلى من الفيلم ده دقيقيا دي فيلم مستر إكس بس عشان لو حد وكانش عارف الأغنية فيه أحلى من الفيلم مستر إكس ودخول الأغنية ومنطقيتها ومنطقية وجودها وأنت أصلا حاسس إن الشخص اللي في المين كاركتر بتاع الفيلم ده محتاج تسمع مشاعره بالأغنية دي طبعا أقوى في عسل سود كلمات بقى الأغنية دي إيه ليقة على الفيلم اختياراتي ليقة تمام بس برضو عسل سود أقوى كتابة يعني استثنائية مش بتكتب كل يوم الاتنين بقوا استخداموا استخدام حلوة يعني بالورقة والقلم دي أنا فاكر كان بيعودوا يجيبوا بيها لقطات ويحطوا على مشاهد للثورة ومش عارفين لو تفتكر واختياراتي الناس برضو كل واحد بيسمعها بيتخال نفسه يعني مفيش مشاق يعني الاتنين قدوا الوظيفة دي أنا هختار بالورقة والقلم علشان بالنسبة لي أصعب أصعب أنك تعم بالورقة والقلم عن أنك تعمل اختيارات بس مش معنى أن اختيارات سهلة صعبة جدا بس يعني دي أصعب سنة مودي ممكن أبقى كئيب دلوقتي معي آه ما هي نفس الفكرة يعني أنا لو تسألني أنا أحب أعود أسمع اختياراتي أكتر ما أسمع بالورقة والقلم بس بالورقة والقلم دورها ليه لازم؟ أنا أنا مكلم عن أنا أنا في العادي طب هي برضو مود بس مش هتسمع بالورقة والقلم مهما كان مودي وحش مش هسمع بالورقة والقلم خدتيني مية قلم يعني لو سعيد أقول تسمع اختياراتي كل يوم يبقى أختيارات لا يعني اختياراتي بدبار حياتي بس بس زيكا فيها لا بس هما زيكا أسهل ناك تسمعها تاني بس عزيلي بالورقة والقلم فيها عمق كده يا ليق بالموضوع الفيلم خصوصا كمانا بتدابن بترجعك لفكرة أنك أنه أن أنت في الفيلم هو وقع عليه ظلم نتيجة السيستم ما هو مش عارف يجيب بصبوله الأمريكاني وبصبوله البصري مش عارف مين مش لقي بيته مش لقي مش عارف ايه يعني أنه في حالة كده من القسوة حتى مش قسوة حد عليك يعني مش أغنية حزينة لا يعني من أجل السوسايتي وإنت نادرا اللحظات دي في حياتك إلا لما كنت بتروح المجمع تعمل ورق يعني لحظة ما بتجيش كتير فعندي نفس المشكلة إنه احتراطي أغنية حلوة جدا ويمكن عشان كلمتها حلوة والمزيكة بتاعيتها حلوة واحمد سعد في برايم غريب جدا في الكام سنة اللي فاته دول يعني غريب غريب جدا وفي الفيلم أنت بتبسط لما هو بيدخل فجأة في اليونان ويغني يعني يمكن هي مرتبطة بموضوع العام للفيلم فأنت بتحبها وبتفتكر الفيلم وبتفتكرها وأنا بقولك فاكر إن هي بتغنف ناشة في اليونان تقريبا ها وحفلة وحفلة ودخل هو وابتدى يغني طبعا ما كنتش فاهم بتقف ترقص وبتاع بس أنا بحب المنتاج اللي على بالورقة والقلم لأنه هادي ايمن باجة أمر صح بالورقة أملها نور عبدالله ماشاء ايمن باجة أمر كان عامل لونان في الآخر اللي هي في عاجة حالة وأعتقد إن دي ألحام محمد يحي ورحمة عبدالحكيم رحمة الحكيم فاللحظة دي في الفيلم هاي متأكدين ولا هاي بديم؟ أنا متأكد إنها نور عبدالله الشاعرة بس ألحان أعتقد أنها نور عبدالله محمد يحي وليد سعد انا بحس إنه في حتة كده في القناة دي حلوة اللحظة لما بتشتغل في الفيلم بالورقة والقلم إن الفوتج اللي متمنتج مش فوتج كله البطل ماشي فيه في جرأة كده إن إنت كمخرج حاطة فوتج من مصر تبانسة أسهل بس أعتقد إن ده قرار صعب إنك دي تاخد لقطات من مصر من الزحمة وحد بيعرضي أه فأنت هنا خدت قرار إنك تقول إن الأغنية دي ما تخصش بس هذا البطل مخص ومش بالشكل اللي في الأغنية اللي في آخر الفيلم بتاعت إن فيها حاجة حلوة هنبتدي نقطع على الهرب ونقطع على النيل فهم اللي هي ليها معنى بس مش المعنى اللي هو السياحي الكوميرشن بتاع حاسس برضو إن المعنى دوت في فيها حاجة حلوة تم إكسابه للأغنية أو صبغة الأغنية دي بعدين لكن جوه الفيلم حتى هو توظفها في المشهد بتاعها مع تيتر المعنية كمشي جداً أنا أحب أغنية فيها حاجة حلوة جداً بعدين أنا أحس أنها بعد كده وعلى فكرة برضو لما تيجي تركز في الكتابة هي بيقولك فيها حاجة حلوة برضو لما تيجي تركز لا خلي بالك هو فيها حاجة حلوة طبعاً فيها حاجة حلوة دي إنه هي أصلاً ده كان مقال كاتبه الكاتب محمد فتحي بيوصف فيه إيه الحاجات اللي بتحبها لا وفيه مشهد يا جماعة المشهد بتاع السفارة لما كانوا عادين علشان البيزة والتاني بيقوله أنا أحافظ الخطة اللي حقولها وقاله فيها حاجة حلوة إيه ما عرفش يمكن ناسها طيبين إيه ما عرفش إيه لأولا كان المقالة دي كانت بحاول يقعد يقول فيها إيه الحاجة حلوة هم ردوا عليها دوالفيلم هي مخزولة دوالفيلم بشكل حلوة قوي قبل ما ينخش في حيطة بتاع الفوتوغرافية وكان ماشي جنب الصور مجرى العيون وبعدين شاف حاجة جوه فرح داخل جوه فرح تتشاشل فيه دي كانت ذكية جدا وبعد كده خلنا الموضوع هو الفيلم كانت مؤثرة بالنسبالي وكانت جميلة بس سنة بعد كده بقى لما بقت ايه حاجة يعني تستخدم في حاجات كتير اللي هو معنا نرد خمسة وعشرين خبر زي الزفة طلعين من مصر وفيه خبر معقول طب والله فيها حاجة حلوة يا جميع ده يعود كل حاجة خلاص انسى بقى الستة بتاعت المغرب وانسى بقى فيها حاجة حلوة كمان فيها حاجة حلوة كمان مزكيتها عمر خيرت فهي فيها وفيها عيل صغيرة فيها حاجة فيها كده انا بالورقة والقلم شايفها شخصية اكتر نقضية اكتر في جزء المعدلة الدرانية بتاعت الفيلم مش في جزء استخلاص الحكمة بتاعت الفيلم زي ما تكونت بتقول من شوية فكرة انك بيتديني درس المستفاد درس المستفاد ان انا عادت المدة ساعتين عملت ديلك في سلبيات سلبيات بس دلوقتي مفترت انك فيها حاجة حاجة اللي هي اوقات بتبقى رخيصة لما حد يقول اسم الاغنية في اسم الفيلم في الاغنية هو هنا بيقول عارفة سواد العسل فبرضو الطريقة تحسو بيشرح بها اسم الفيلم او برضو كتابة حلوة بصراحة كتابة ذاكرة اعتقد انه اعتقد انه هم غيروا اسم الفيلم في الاخر سنة متأكد جدا انه عندك معلومة اعتقد اعتقد انها المشيت بالعكس لانه مش هجي بالك اول بتكتب فيلم كده تسميه عسل اسود يعني تحس انه شاعر اللي بسمي اسم الفيلم اسم شاعري اوي طيب يعني هي باينة اختياراتي اغنية بترقص اوكي انا ما عنديش ايه حاجة تانية تتقالك ترد من كده هي توتاقة تشتغل بفرح نرقص لا وتقدر فيه ناس كتير بتخد على نفسها اللي هي اللي هي فرحتك على خبتك ايوه بالورق والألم اوه والمباراة الاخيرة في الجنب ده هو حبيبي يا عاشق وكاش ولو اه اغنيتين ولاد نفس المرحلة تقريبا فرق سنتين مثلا لا سنة حبيبي يا عاشق اكبر لان دي كانت اول فيلم يتحرر فيه احمد الساق الفين مثلا من ظل من حامدن اعتقد � ninth سعين الفين اوكاي يعني الفيلمين فيهم القصر مشترك في احمد الساق فرق والاغنيتين فيهم القصر مشترك في احمد الساق موجود في المونتاج بتاع الاغنيتين بيغنيها ب يغنيها cops and كلهم بيغنيه أوهم يعني مجازا في كاجولو اه هو اللي بيقول الكلمة اللي بتفتح القولي عشان تتشيك وتبقى كاجول استعراض يعني الاستعراض على سكين طبعا بسيط كاجولو احلى يعني بحب لما بيفتحت بتاع تلايوات بيرقس جول بقى لك حبيبي عشق فيها حاجة بكاتش بقى لها كتير كان فيه اول بطلة بكيني واول بوسة في السنة بقى بالسنين لا بس ده ايه لا شوفت فنور فتأخر فيه بصة ما انت بذبت اه شوفت فنور 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 مجدد لا مقعدش فيه خشة لما كان واقف اهما عبيب بصة فالعمائيل للوزير معدش فيه خشة لا لا ولا عقل هكدا يعني اوه اه بس لا وفي بوسة في المشهد ده في البحر يعني في بوسة على الجبل حبيبي عشق ده السيكونس اللي هو تقدري تمشي ومشيه اللي هي هو هي الوحدة هم اللي تتلوا واحدهم حصان بحر جبل ففيه ميو وفيه بوسر دي حاجة ما بقتش موجود يعني بتميز مش عايرف انا حاسم يعني فيه ميو ده مي لا لا ساعيتها ساعيتها كانت بس ساعيتها كنا عادي فسده كان بلاء يعني انا اعتقد هما ساعيتها كبقى كانت خلاص السينما النظيفة دي كانت تشتغلت بقى لها شوالة السينما النظيفة السينما النظيفة يعني خد بالك اخر حد لبس ميو قبلها اللي هما طب تعالوا حطها في اقتار شوية كانت الممثلات اللي مش الصف الاول ممكن يظهر بميو ها فقط لكن بطل الفيلم تطلع بميو دي لتعيب يعني اعتقدوا انها في الاول فيلم الميو يعني كتمنال عفيفي ممكن تطلع بميو معرفش اله منال السلامة ممكن تطلع بميو بس ده مش قطار دي يعني يعني انا فكر ان كان مسلا حليم كريم وهو بعد كده لا انت عايز ان اهلا سلامة طب الحمد لله انا فهمتك انا تفهمي نا لا نسكت بسراعة ده هلا سلامة مستر كارتي مهلا سبب حليم كريم بعد سنين يعني 2006-2007 سنة حليم كريم 2005 كانت ضجة كبيرة بسمة وعولة غانم مش فكرة كبيرة لابسين ميوه في الفيلم ايو 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 دايما بسمة كده بس كانت شصة وكان فيه على فكرة ميوه برضو في فيلم تغ محمد ياسين ده من غلال؟ محمد خلق برضو ازاي وعملتون اه 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 فالفكرة نفسها وطبعا اخد بالك احنا كان بالنسبة للناس يعني غا دي نور يعني نور دي لحظة الظهور في السينما المصفى الظهور الاول امر وكان طلع الابنانية طب ايه تكرم نوع دي بس واحدة الابنانية بتاع ونفس الحاجة انه مزيكت عشان خالد حمد هو اللي عامل مزيكة الفيلم وهو اللي ملحن الاغنية فبتحس طول الفيلم ان انت مبسوط انك سامع ان المزيكة دي قبل كده اه اه انا عايز اوفر طاقتي بصراحة واخترك الجلوه وما تكلمش عليها دلوقت انت في الاخر بعد كل ده اعتبر ان انا هموافقك يعني اعتقد انك جلوه طب لو قررت انك يعني لو ضغطت عليك وحستك انك بحتاج تنزل بلعب تلعب شوي ايه عشان انت هتخبر حبيبي عاشق مجازا يعني هتبقى غريبة هتبقى غريبة صحيح مقدرتش اهددك اي مش كم يا حبيبي عاشق افكرة ممكن حد يختار بس انا انا هختارك اش ولولا انا حبيبي عاشق كنت اختارها ففضل شخصي يعني انا لأ حبيبي عاشق كنت اختارها مع اغاني كتدد يعني هتكسب اغاني كتير هتبقى متأمل في كلمات حبيبي عاشق علشانك تشوف مع بعض انها ملاش اعمل لأ اوني يا رومانسيا وكل اغاني حبيبي عاشق يحور حقول حاضر للحب قلبي قصير الحلم ده حلمنا ودي فكرة الفيلم اصلا خلي بقى كل اغاني الحب كده لا لا كل اغاني دي مش كاية ذوقك يعني انو الفينتون في الموضوع فيه تيور وفيه حرية وبعدين احنا الواحدين اساسا فانين اللي منع اي حاجة في الدول انا بحث وليات الحب جزء كبير منها كان انت مبدئيا دي ساعدت تقوية العلاقة بين احمد الساقة ونور في الفيلم صوت متى حتصالح رهيب احساسه رهيب ما في المية متى حتصالح حتى لما تعمل المليونيرات عملها باقصى درجة اخلاص موجودة في الدول فاغاني حزني يا بيقدمها باقصى درجة اخلاص في الدول يا رجل ما عمضوش لا وبعدين الصحراء مع ازرق وصفر زي سليميان في ديت بول لما بتقوله متى حتصالح كده في نفس الحقبة دي كان في غنية تايتانيك كغنية رومانسية حسن كلمات غنية تايتانيك يعني فارق اعوي على حبيبي يعاشر لا ثلاث ag勿 branding � quick Levin او مفترض ان الشخصية التاعي كانت بتعاني one prior والثنين يعتبرنا كانوا بيعانوا يعني два الاغنية وانا عاوز يسافر ليéri فاولين عيض irm لأ بس كجولو بطري ماشي نختار كجولو موافق ولا موافق لأ يعني موافق كيف هتكفر قلتني فيها قوي صح لأ كجولول 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 اه اه صح صح اه اه كجولول عايز ببيت تموت لما تشوفنا وطرفه ما تخافوش لأ وبردو في الحد في الكصة لأ واحد داخل الجامعة جاريت اكتبانية جاكسون ما هي مكملة على فكرة دي فيها فيها سناك شوت ثقافي مهمة او طبعا مليانة تفاصيل مليانة تفاصيل ويا ريت اكتبان جاكسون ياريت نبوس مادونيا دي التوصيق بتاع شعبية مايكل جاكسون سنتي كاتو نايكي وندرات ريبان سنتي خلاص خلاص لأ وفعلا اي اه دي اول سنة جامعة بالنسبة لحد اه جاي مائة من اه مية في المياه كده ازاي مش شاهد مش علاقة بين في المياه خالص يعني ايه لتل ميس سانشاين البطل للطفل هنا البطل قريب احضر عايزيزه بنا شاهد اه ماشي يعني دي مفردات دي مفردات لا مش فيلم تاني دي مفردات معالجة لما غير المنظور معنا كده انا مقالاتش لا يعني اي وبعدين على فكرة لتل ميس سانشاين البنت شخصية برزة جدا لكن البطل في المياه هو الاب مية في المياه اه بس البنت ليه هدو انت الولد ده فضل ساكت لحده بجد ايوه علشان الولد مش كليزماتيك انا ما عندي بلاي دعوة مش كليزماتيك القصة مش عاملالو مشاهد يعني قصدي انه في النهاية مثل ميس سانشاين العلاقة ميدر في الميلو لو خدناه من زاوية المنظور اولا ما هو معندهوش من منظور احايا لان فيه مشاهد كتير فيه شخصات فيه مش موجودة فيه يعني ساعات مع الاب ساعات مع الاخ ساعات مع الزوجة ساعات ما ما معرفش مين هنا المرة دي انت عندك بس الستار باور بتاعت انك معك بان الشلبي معك كريم حمود عبدالعزيز في المنظور ده انه حيكون عندهم لكن الحدوطة والرحلة وكتير من مراحلها متشابهة بس كل حاجة بتحصل لكل الشخصات التانية بتحصل لكريم حمود عبدالعزيز هي يعني اه بس انا هنا حاسس انه هي الرحلة يعني عشان فكرة انه فيه طفل ورحيل دي مسابقة وفيه عربية وفيه جد وفيه عم وفيه احباطات طوال الطريق وفيه مشروع اعطلاء ما بين الاتنين وفيه عربية متهالكة وتزدادة هالو كان في كل المراحل اللي احنا فيها وفيه رفض للمشاكل وفيه رفض للمشاكل نفس اللون العربية لا 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 العربية بتاعتني كو حمرت تانية صف وفيه مسابقة وفيه رفض دخول مسابقة وفيه امن عاوز يمنع اللي بيشتغل بس مش بنفس مش بنفس ايه يا الهوعد فاضل ايه ميش اعادت معالجة بمفردات الاليق للسينما المصرية واللي كلها اسوأ من الفيلم الاسر انا حسنوه فيلمين غير بعض يعني انا حسنوه زلم زلم نحط الغزالة ريئة انو حسنوه نحط باجل زيكو معالية المس مش مصدق طب ملهرة من الرابع متخب من مست الروبوت يعني مالي ما ده ظلم ظلم طبعا وصاحب الجريمة واحد لا ده ظلم ظلم انت اسيح المجرم واحد مش عاير لا انا ما بحسن محلوة روح متاخذ من مالينا ظلم برضو ظلم وعدوان لا احسن انه فيه يعني فيه حاجات انت بتبقى عايز تعمل زي اللي عملوه انا حاسن دي انه الفيلم بعد قوي هتتاخد العمود الفقر يعني حاسن لو ما خدش الحاجة و بعد انت بتبقى عالم مصر وده ما خدش الحاجة يا ده ظلم مش غريب يا حاجة يعني لاتل مصر جايب التيمة فيه احلى ما خدهاش طبعا خدش بس انا بحسن ان انت بتبقى انت كأنك واخد فيلم لما تبقى خد الدين ايه بتاع الفيلم فانت طالما كده كده هيتقال عليك انك نقلت من فيلم او خدت من فيلم خد الحتة الاحلى طبعا هما دايما بياخدوا اللي حواليها طبعا طبعا انت كده يعني فاهم خدت الاتهام وما خدت يعني فاهم يعني مثلا زي بالزبط ايه ان انت تيجي تشوف بيدازل دي يعجبك فتقول بس انا هعمل الفيلم ده بس مش عايز يبقى فيه عفريدة طبعا انت كده هتبوزه لأ اتعالى اعمل طير انت وخليها بدل ما هي ستة بس فيه جني بيحقق الامنيات لان هي جزء من كور القصة ان فيه جني هيحقق الامنيات وانه البطل بيفشق ده الاصل في القصة فلازم تعمله متشلوش بقى متقولش اصل هو لا لو جبت عشان اعيد صياغة رأيك لو انا فهمه صح انت مش بتبرق الفيلم من تهمة التأثر لأ انا بقول نوم ده قاس بس مش مقتبسش فيلم مليت المصر وده يشكل شكل من اشكال الفشل مش شكل مش اشكال مجاح اقرب للفشل من مجاح حاجة تانية على عظي ان هي في المقارنة مش ما قولهاي مش فشل او نجاح في المقارنة ما بتشوفش ان ده مقتبس يعني انا بحط بي دازل جنب طير انت الاتنين حلوين بس واضح انه ده متقس ده مقتبس من ده تمام انا بقدرش احط الغازلة رأيكة تجمل ليت المصر ان شاء يعني ده فيلم وده فيلم تاني يعني مستحيل يا جماعة ده والتبس من ده اه بارك فيلمين ايوة بس انت الرأي هل هو مسروق منه ولا مش مسروق مبني عليه ولا لا مش عارف اصلا انا في حتة التأثر دي بخاف اقول صراح عارف ليه لان انت بكل حاجة هتبقى متاخدة من حاجة انت هتبقيت من صفر ازاي مفهوم ما هو بقى انا مش الفكرة يعني انا بسا اصف اصف على الازعاج اصف على الازعاج الافلام اللي فيها ولد صغير منطقي بالمنطق بتاعه ده انت ينفع تقول ان تيل انت ملوش علاقة بيدازل الجد ملوش علاقة بيدازل بس انا شايفه هو قوي بيدازل لانه واخد دين ايه بيدازل اصف على الازعاج اصف على الازعاج اللي هو ايه اللي هو اللي في الاخر بكتشف لا 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 هو واخد فكرة واحدة بس من ابيوريفول ماين فكرة واحدة بس فكرة الاساسية ماشي بس الحدودة ده جون ناش ونوبل وده عقدته فخدان ابو ايه بقى تقول ايه انا مش اصدي كده انا اصدي ايه اقوى حاجة اصلا فاسف على الازعاج ماشي بس المفاقل تبتعمل كيف في السينما ان ابو ماين ايه هي هنا الناس انا مش عايز اقولك ان اصمت ابيورفول ماين دي مش فكرة اساسية وبتتحرق في النص الاولامي من الفيلم انا بتعطش معك كيف ماشي لكن يا جماعة نفسك سنت الشخصيات عربية عيل صغير طلق محتمل ما بين الاب والام الخال بيعاني من عدد كبير من المشاكل الجد يا جماعة دا فيه لكل شخصية اصول شخصية تانية ما تدامنه ليش انت بتحبي اللي اتباس عشان او في ترميه صراحة عشان اوه في بداياته اعمارش ادلاتي بيعمل ليه بصراحة بس هو في بداياته كان بيعمل كده زي ما انت قلت بس من اجل زيكو ما اعتبرش من بداياته ده فيلمه اللي قبل اللي قبل اللي فات مش حاجة بقى لها كتير قوي وعلى فكرة انا ايو بس فيلمه اللي كان في السينما اوه 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 اعموما يعني انا كل اللي انا بقوله دوت مش قصد انتقاد من اجل زيكو من اجل زيكو في المظريف ده اللي بحاول اقوله انه هو مية في المظريف بس مقدرش اقول انه هو اصلي مية فيلمه اللي بحاول ده لو من اجل زيكو ده دخل الاسخار حيخش ادب تسكريم تتفق اوه اوه وده مش موضوعنا ده اصلي كتير بنعشق عن العشق والهوة شلم طيب انا ممكن ااخد المبادرة ان انا اقول انه امجت نظري يعني انه احلى كلمات اغنية من على الترميزة هي اغنية عن العشق والهوة اغنية عن العشق والهوة اللي هي كتير بنعشق ولا به았는데وب اغنية مهمد قالبقية معنية مشتبعية يعني كهكلمات لو طب تفكر فيها في عشق بي ستنانا وعشق بنستانا وعشق بي نسينا العشق اللي عشقناه اه فكرتاني محاي شحسنا قلت بتازخين ش اريض تفكر انه انه سbudsك بانك تفكرتاني بهاني ربزي اه في عازف تشل وفي عازف يشينك اه هي غنية زكية جدا كشعر انه هو بيحاول يلخص كل اشكال العلاقات وكتير بنعشق ولا بندوب وانه فكرة انه مفيش حكاية بتستمر زي ما بدأت ليه على طول اللي انا بحس انه هي فيها عارف الملخص حكمة الحياة اللي هو بيكتب في ظهر الكراس زي ما انا كله هو منجد واجد ومنظرها حصل وبتاع بس احنا ما بنقتناش وبنلف اللفة ونجعل نكتشف تاني يعني لما بتسمحها بتقول انه اه هي بيزيكس بس ما هي دي الحياة بس انت محدش بيعرف يصغها في جمال شعرية ممكن يقول لك حاجة انا عندي مشكلة مع الاغاني اللي هي العاطفاء اللي بتشرح حاجة انسانية انت ممكن تحبها قوي لانها اللي مستك بسبب الزوف اللي انت مريت بيها والتجارب اللي انت جربتها مش هتبقى شابه يعني انا اصلا هو ده الس الليك تقول اصلا هو هنا مش بيحكي عن حاجة واحدة هو ده الس الليك تقول وجاب كلها علاقات ايو انك تحبه واحدة ان انت تحبها وهي تحبك ان هي تحبها وانت بتحبهاش يعني تام بس عارف حسيتي وانت انا بتتكلم ممكن تتفاجأوا بس تشيل كتير بنعشاء واحدة بنقول من الفيلم وحط بنلف في دوائر بنفس الصوت نفس الاغنية بالملي في نفس المشاوة اللي هم بيشيروا نفس المرال يعني لا لا بس هتجي في الكوبليه التالي اللي هو انت عايز ايه هتجي في الكوبليه التالي هي عشق كونسنتر كذا يعني بلاب في دوائر مش هتزبط قوي بس يكوبليل اولا انا بقولكم ما بيشيروا نفس المرال حكم ان احنا برغم ان احنا عارفين النهاية بنقود الرحلة احنا اصدي فانت هنا عايز اغنية بتقول كذا وكذا وكذا كذا حاجة فهي بتؤدل منه اه انا مش مخلوق مش مش تغلب انا بس بقولك انه كشعر ان انت مطلوب منك يعني انا اعتقد انه دي اغنية وده اللي ممكن يقلل قوتها في الحلقة اللي احنا فيها دي ان كتير بنعشق دي تنفع اغنية تنزل الساندالون لوحدها بالزرط تنزل في الابوم كتير بنعشق يعني هو حظه انه فيه يعني طبعا ما عرفش هو اقلفها وبعدين الفيلم جاله بس هو حظه انه فيه فيلم فيه كمية تركيبات العلاقات دي انه هو ياخد اغنية زي دي بس هي اغنية لوحدها حلوة يعني تنفع تنزل وهي كمان لا فيها اسم الفيلم ولا فيها اسم يعني رفاش اي حاجة تربطها بالفيلم بس طبعا وجودها في الفيلم بيقول انه هم اكيد اشتغلوا عليها في وقت ليه علاقة بوقت الفيلم وطبعا شيرين يعني اعتقد انه مرده كانت مرده مرحلة زهبية في صوت شيرين انه كانت بغنيها حلوة يا شيرين هو بدا فوق حبصها يعني يا رب يا رب يعني لأ يعني المرحلة السيئة عارف انت لو تبعي استدعي لحده مش هفتقول له ايه اه 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 بنا بس حال شيرين 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 لسه فورما ايه اه بس بس دي كتل لو فائت ولك ان حال حصل هو احسن واحد تتغني الاغنية دي شيرين انا تجي تبص على كلمات الاغنية مش مت حال صادق يعني دي مش مات حال صادق يعني دي مش مش مت حال لازم شيرين احسن فهي اه 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 انا عشان بقولك انا بشوفها انها ككلمات لأ ده ده انك تعرف اصلا بحسن ان ازاي انه في ناس بتختصر كلام كتير في جملة صغيرة عارف يعني انه انك تلاقي كلمة زي تلك قضية وتلك قضية تلك قضية دي ازاي انك لميت الموضوع كله في تلك قضية يعني ازاي؟ وتحسها سهلة انا ممكن اكتب شعر بس تكتشبع ان كان الشعر صعب قوي انك تعمل كده او كده تفرق في الوداع تحس انها ازاي انك بتتنم معاني كتير وتحطها في كل فعشان كده بحب الاغنية دي ككلمات الغزالة رايقة هي ظاهرة لانه اغنية الغزالة رايقة نجحة نجاح مش طبيعي المطرب ما هواش معروف اعتقد للسر قوي في المزيكة الكلمات طبعا حلوة الغزالة رايقة وكلمة الغزالة رايقة دي صعب برقه هي نفس الفكرة انك ليه حد يقول الغزالة رايقة في اغنية يعني ويبتدي بيها فعايز اقول لك حاجة مفاجأة شوية رغم ان كتير بنعشق من المفترض انها اغنية عاطفية مؤثرة انا بتأثر بالغزالة رايقة اكثر بكتير غزالة رايقة بالنسبة لي مش زي اختيارتي مدمرة حياتي مجرد اغنية رتناها لطيف حق رقص وخلاص ومن قبل ما شوف الفيلم وانا لما بسمع الاغنية بتأثر بيها بتأثر بيها يعني عاطفيا بتأثر يعني بتأثر يعني بتأصل معي في بعض الحالة من درجة يعني بتدمع ومحدش يتهمني بالغزالة رايقة والله العظيمة بغزر عارف انا انا حاسس ان هي بتحكي حدوت فيلمة بتاعة ناس أنا انا من اول لحظة من ساعة الرسول وانا شايف كان حتى من قبل ما عرف بس ايهي لا程 عالية بيديكي الاحساس ده ضغط كتير عليه معرفش ايه كلام زيقا استواعت متقرب مني حبة رسه شوية المحبة ما ده بتجيك جنبي خلاص خليك يعني بتديني احساس ان في حد مفتقد الاستئناس انا معرفش ده مقصود بقى ولا جابت معينا الوحيد انا جابت معك انا في الاغلب والاكتر من كده كمان بتفهم عليها جوه الفيلم نفسه بعد ما تكون شوفتها الحدوطة كلها اللي ما زالت برضو مبنية عملية المسانشاين بالليش ده عود هذا الموضوع بس حلو واللحظة بتاعتها لحظة خلاص بعد ضغوط كتيرة جدا وبعد الحاجة الاضافية الوحيدة اللي موجودة من اجل زيكو في رأيه الشخصي تتميز تيكا عن لتل ميسانشاين ان مشاعر الاحباط اللي بتيجي للأهل قبل الاغنية ديت ما بتشتغل وبتقلب الكفة مرة اخرى انهم خزلوا ابنهم لتل ميسانشاين مش كده لتل ميسانشاين احنا كلنا بنعجي بالدرامة لا بس هي كمان اللحظة اللي بتجي فيها الاغنية دي اللحظة اللي هم اقنعوا اللاجنة تدخلوا المسابقة بس اكتشفوا انه مش حيارف اهم الحاجة في هذه المسابقة تماما فحاسوا ان هما حزقوه يعني ان هما ارتكبوا في حقه زم جريمة في لتل ميسانشاين كانت بس هما عاوزين البنت تتخلص بتاعتها عشان تخرج الموضوع زي ما بيقولوا كده اوتو فير سيستم مش عاوزين حد يحرجها مش عاوزين حد يعملها او كلام زي ده لكن هما مش حاسين بزم باتجاهها من اجل زيكو لأ هما حاسين باتجاهه ومنشان بيجسرته هوا ده نفس الفيلم اللي كان فيه صدائي اللي كان فيه سايرينا يا دنيا هي نفس الاغنية وفيه اغنية تانية العباصة فيه بس سايرينا يا دنيا دي حلوة برضو وفيه اغنية تانية العباصة في الفيلم فيه تفصيلة برضو كمان لازيزة في الفيلم لو كانوا ركزوا عليها كان ممكن تكون الاز ان منا بتغني الاغنية مع الولد في نقطة من قطع الفيلم قبل الحفل يعني وكاينه دي الاغنية اللي ماما بتغنيها لك بس هي متعملتش في مشهد بسترس واضح وكاينه يعني مش مشهد اكبر فاهم يعني هو عندي اغنية زي لية ما قدرش ما يبغش بيها لأ العظي ان المشهد مش ساحر اللي هي بتغنيه فيها لابنها فاهم يعني شاوش شاوش يا مرجاحة فاهم كان ينفع كان يعني الغنية دي بما انك هتقفل بها الفيلم كانت تستقل مومنت لازيزة بين الاب والام والطفل وهما بيغنونها مع بعض بصوتهم الوحش من غير مزيكه عشان هلما يغنيها في الاخر حس انها انتصار لحزي العائلة يعني فهو عملها بس مش لا اخر طب الغزالة رائقة مشهد جوه الفيلم مش مؤثر بالنسبة لك؟ انا تقريبا عندي مشكلة ودي كمان حتى حتى بحلقة اللايف هو انا احيانا الناس بتحس ان انا جماعة هختار الغزالة رائقة خلينا اقول معنا اختياري انا شاف الغزالة رائقة اكتر من كتير بناشا اوكي يعني انا كوني بحبها ككلمات بس هي اغنية بس انت مجرد ان هي كاتشي وبترقص وخلاص يعني اللي هي الغزالة رائقة؟ لا لا هي اغنية جوه الفيلم اكتر يعني غزالة رائقة اغنية جوه الفيلم اغنية مرتبطة بالفيلم الولد بيغنيها في اللحظة اللي عايز يرفع الحرج عن نفسه يعني اغنية ليها اعلاقة بالفيلم هوي اه اه اكتير بنعشاء دي اغنية البطل هيشغلها في الراديو في اخر الفيلم يعني هي وجودها في الفيلم حاجة عشان تتردد تدي تنزل يعني اه بتلخص عالم الفيلم بس مش من جوه الفيلم يعني فيلم عن عشق الهوى كان الافضل ان تكون اغنية القفلة اغنية بتغنيها منازكي لان هي طالعة بشخصية مطربة حلمها انها تنزل الالبوم بتاعها فالطبيعي جدا انه قفلة الفيلم ان احنا نسمع الاغنية اللي ممكن تكون اغنية من اول الفيلم هي نفسها تنزلها في قلبه يعني فساعتها كانت تبقى اغنية مهمة لكن في فيلم بطلته عاملة شخصية مطربة في الاخر بنقفل بأغنية للشرين عبوهب بعدها بيضعف الفيلم نفسه اوكي يعني مش صالح الفيلم بس هي كأغنية ككلمات انا بشوفها رائعة يعني انا اختار اختارات اللي هي الغزالة رائقة خلال هتختار حاجة غير اللي اه انا اختار الغزالة رائقة انا هختار الغزالة رائقة انا اختارت اه اه ان بيتر ميمي يتصدى للمشهد الاهم في Little Miss Sunshine اللي هو مشهد البرفورمونس ويقول انا ممكن اكلونه بمفردات مختلفة ده حقيقي مفردات مختلفة الى حد ما اصال في المزرع موضوع الامن والمنع والهاتش ده كل ويقدم من خلاله شكل تعبيري مختلف ويبقى ده ليه تفرد ده ليه تفرد ده إنجاز كبير في رأيي الشخص الاغنية حلوة مشهد الاستعراض الاخير في Little Miss Sunshine ده Top 10 scenes ever يعني مش مجرد مشهد عادي بالنسبة لي نالغى زالة تقدم ليقابل الفائز من بحبك وحشتيني وعلي صوتك انا بحبك وحشتيني بحب الاغنية دي وزي ما قلت لكم اول ما سمعتها افتكرتها يعني انا وناس كتير انا فاكر ان كان فيه صدمة اللي هو الناس بتعرف بتعرف ان الاغنية دي المصر فاللي هو لا ما كنتش عارف كنت فاكرة بتغنى الواحدة يعني ومكانها بعدها بكون شفت الفيلم لا ما هو الفيلم ده انا حكيت لك لما الفيلم ده نزل كنت انا مش مستني ده من احمد عيز يعني كان بالنسبة لي ده موضوع وفتنة طائفية وبتاع انا اصغر من كده انا عايز عايز تنطيت واكشن وخلاص افهات يعني مش عايز اي بس الحقيقة الرهينة ممكن يكون اكبر اكبر فيلم ان احمد عايز فيه مخزون افهات اه بس ما كنت برضو لو تلاحظ افهات بتاعتك بار شوية يعني افهات اللي هي يعني الفيلم كله افهات انا شايف ان الفيلم ده طوب فور نتعت احمد عيز الدين كصاحب لل احز الدين دي احمد عيز اوه اه سواء وهو صاحب النقطة او هو انعكاس النقطة بعد كده اللي بقى بينزل في المسخرة تاعت ماجد الكدوان يا محمد شرف وانعكاس له نقطة وحتى اسمينا عبدالعزيز من احلى افلامها بالنسبة لي احلى افلامها اه يعني تلاجع تلاجع يعني كده ده بيدحك يا لأ ولا هو لا ده احنا اتغيرنا خالص يلينا لا اتغيرنا خالص اللي كانت في التريلر لا كانت فالاغنية قد قوي وصوت حسين الجاسمي كده كده قوي قوي بس هي بالنسبة لي بتلاقي باغنية برضو يعني هي مش من كلاسيكيات السينما ولا من كلاسيكيات انا بحسها من كلاسيكيات الثقافة المصرية صحيح اللي هو تتكلم فعلي صوتك اللي هو ايه ايه تخيل لايه لو بتعمل حاجة كده عايز تقول بقى ان يالله هنغني هتقوم دخل اغنية ده يعني والحتة بتاع بترقص بتسكت ارقوا انت بتقولنه شو تحبها قوي بس هم عالش بالقلب الواحدة بس الحتة دي زكية قوي بالنسبة لي ومن اكتر الحتة علشان تبقى الناس معنا في الصورة انا قلت ان انا حاسس ان نعلي صوتك دخلتها كويسة بعد كده في تغيير في النمط في الحتة بتاع ترقص قصب عني قصب عني قصب عني قصب عني قصب خصوصا وان اللقطة ديت في الفيلم مرتبطة بهاني سلامة فماش هتكسيد هرستيري مش داخل دماغي خالص فحسيت ان هي انقلاب شوية على نمط بتاع الاغنية محبتهوش مستسرتوش بس في حاجة يعني هو اسمه ايه اللي بيقى دي جي بقى الدروب مش عارف ايه ده اللي بيقى دروبهوش اللي هو الحتة بقى الناس هتقوم داخلة فيها هي ترقص هرقص دي مش واصلا بقى الكلمات عالي صوتك في الغنى لسه الاغنية ممكنة بتوظيفها في الفيلم اللي كانوا طبعا ده جرحه ومش عارف الظهور مونيرة عشان ما يمش عارف لا اللي هو كده كده يعني رأيه انا عالي صوتك يعني يعني مش قادر اشارك قوي ايه فل ايه ايه عالي صوتك خالعاب الغزالة رايق مطش جدلي الى اقصد رايق جدلي مش هتحصه اجاز معاليش معاليش اللي جاي ايه كاملننة وسألت نفسي كتير كدش كدر في الالو كاملننة محمد فؤاد ومحمد فؤاد طبعا في حاجة بتضحك جدا في الاغنية دي انه كاملننة هم خلصوا الفيلم والفيلم عاد ما ركونوا في العلب كتير وبعدين جم قالوا يلا عادين ننزل الفيلم فهم عاملين اغنية عشان يحطها في الفيلم عشان الفيلم ايه فلو خدت بالك في الستوري لاين بتاع القصة هو في الاغنية بيقولوا نجيب الديش مع الموبايل والحتة الكوبية في زمن الحدوتة اللي بيحصل في بطلع التمانينات لا كان في ديش ولا موبايل ولا كوبية لا كان في كوبية بس ما كانش في ديش وموبايل فالاغنية جوه الفيلم بتقول معلومة خطأ تاريخي فهم ان هي هو محمد فؤاد في الفيلم في حرب سبعة وثلاثة وسبعين وبعدين بيجبره مش معاد نزول الفيلم بيروح في التمانينات يقابل عزة تبعوه ويبتدي يغني ويبتدي يعني فهم هيبتدي الرحلة في زمن لا في موبايل ولا في ديش بس طبعا احنا عمالنا الاغنية بكلمات احدث و لازم احدش يتبقى بخلص بالكلام ده ونصف راجت في السينما وببسطت للاغنية كان ما عادش بيسأل نفسه الاسئلة دي كتير طبعا دي كانت تعتبر يعني تلاحظت لما لازلت حاجة مش مفهومة يعني هي ما زالت مش مفهومة يعني حاجة مش مفهومة جدا هو قد فهم كماننا لأ هو اصلا هم اختروا بكلمة اه هو دي احنا كانت غلطة مية كمان مرة وبعدين طلعت كماننا حد اخنا فهو عمتا مهلال برضو شاعر غريب جدا وعنده كلمات كتير غريبة وبابا قبح يعني اه فهم ان هي في النهاية قبح دي اللي بيقولوله للاطفال بس قصدي اه هو شاعر اه 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 يعني اولا بحبه قوي كان طالع مر زمان في برنامج ليلاتي مع المزيق عمير عبدالعظيم ده برنامج كده كان مثقفي دي اولا فبتقول له الاستاذ عنده الهلال تبتكي بابا قبح هتعيش قال لها مش مهمة بابا قبح هتعيش مهمة ان انا عيش فانا بحب قوي المبدأ ده اللي هو مما انا عيش يعني يعني اللي هو انت عايزان يقعد في البيت يعني بلا لازم اشتغل واكسب فلوسي فطبعا كماننا حاجة يعني نجحة نجاح غير طبيعي في الفيلم شكلها لزيز فكرة اللي الناس عندها احلام هي نفس الاحلام بداعة اللي بيتفرجوا على الفيلم في السينما سعالة نفس كتير هي جوه الفيلم جدا بقى البطل اللي فقد مش عارف هو مين فقد الزاكرة اللي بيجيله بيجنز فجأة رايح اعتقد الماكس في اسكندرية بسم السامرة لما بيشوف بسم السامرة بيكتشف ان الجرح اللي فوشه ده انا اللي عامله ودي حاجة تخد جدا انت عارفني اما بشوفه بشوفك في مرايا كل يوم عمشوفه في مرايا كل يوم وانت سامع في الباكجراونت سألت نفس كتير انا اللي فيها الخير ولا اللي فيها الشرق وبعد كده هتشتغل مع المطاردة بيمطارده لحد ما بيضط في المياه يعني انا عايز اقول ان انت اذا اكمل هي بتبتدي هو مراكب المركب ورايح يقابل بس بالزبط هو مراكب المركب وبتاع عما بيوصل بيقفله الاغنية بيقول له فاكرك ده انا بسطبح بعدين بيعملوا المورف لانه بيمورفوا عليه ساعة لما حصلت المتاع ويرجع تايني فلاش سريع كده لحد الاغنية بتخلص وهو بيعوم يخرج بعد ما هرب منهم في المياه وعلى فكرة كان معمول بنظافة يعني ما تحسش اللي هو كان الوقتها اللي هو بتنقل من هنا للقديم في ثانية وترجع على المطاردة تفكرها معلمة معي وبتقطع عن بابين القديم وجديد بسهولة انا بالنسبة لي انا بالنسبة لي ده يعني انت بتقرن اغنية فيلم بمشهد ده مشهد يعني ده يعني هيقول لك النجحت في الفيلم فخرجنا بعد الفيلم نسمحها يعني في العادي محدش هيسمع اغنية يعني لو هو حد نازل اغنية اسمعها سألت نفسي كتير مستدتش يوم على بر مش تبقى مجمحها قوي هو بيقولي الكلام ده ليه بس بسبب الفيلم انت فهمت فكرة التواهان بقيت ينفع لما تحس انك تايه تسمع سألت نفسي كتير لنها كمان فعلا أنا فاكر أن في وقت الفيلم ده التنفيذ بتاع المشاهد الكاميرا فيها بتتحرك بس الحجاب بتتغير فاكرت أنه كانوا لسه جابين المايلو جديد فاهم أنت في العادي إحنا كنا دايما في السينما عشان أنت شايف الحاجاب بتتغير لازم الكاميرا تبقى سبت بس فاكرت أن الكاميرا بتتحرك فالمكان بيتغير لو فاكر كان فيه حمام كده بيرجع للماضي وفيه مش عالك يرجع مناخ لي تحسن هواء بس ده المنايب بيرجع لورا أنت هنا بتغير الديكور أصلا بس كم بتضع أه يا فاهمت فاهم أكد الفكرة في أن التكنيك أن الكاميرا دي بتتحرك بجهاز بيحفظ الحركة بسرعتها بارتفاحها بكل حاجة عشان تنعيدها تاني بعد ما نهد الديكور ونبني الديكور تاني فاهم مش من نفس الطريقة القديمة اسمها ايه؟ ميلو هو عايز يديك إفكت أن البيت قديم بقى جديد فالحركة كل حاجة ثابتة فهو ده بيديك الإفكت حتى أنت بتحرك الكاميرا لأنك بتحرك نفسي حركة ثابتة بتعيد الحركة بقى زي ما أنت عايز يعني اللي هي ينفع بتشوفها قوي باستخدامها الرادي في آخر فيلم بتاع هينيدي اللي هو راجع بكل الأعلام ده بك رخصيات كتير آه عند ريب الدول اللي هي الكاميرا بتتحرك وهم بيتحركوا يعني مش الكاميرا سافتة فهي أغنية وخد بالك أحمد ساعة ساعتها مكانش في المطر بالأرهر خلص بس صوته رهيب تقريبا دي كانت الأغنية الأشهر ليه آه يعني صوته كان عنده قبلها قضي الغرام آه دي اللي كانت شهرته شوية بعد كده رجع اختفى فترة طويلة قوي وبعدين رجع بديتها لها بعت الغرام آه بعت الغرام بعت الغرام بعت الغرام بعت الغرام بعت الغرام ده جورج وصوف بس دي أقوى برضي دي أقوى برضي دي أقوى ساعد نفسك كتير لا بس هو بعت الغرام ده كانت معضحة قد إير خامة الصوت اللي بينها ده اللي دوت مش طبيعية هو بقى أنا فاكر إن أحمد ساد من أول ما طلع وهو صوت عبقاري الناس تكلم على صوته القاوي بس اللي هو صوت حاليه قبس مش ناجي لحد ما جاءهه خرم بقى دلوقت ممكن تفتكر معايا اللي هقولهولك دوت فاكر مرة كانوا عاملين قاعدة جابوا فيها عدد كبير من المطربين والملاحنين الكبر وعلى رأسهم طبعا المرحوم حلمي بقى وجابوا لهم المطربين الشبابيين على أساس إن دول الموجة بقى الخفيفة اللي بيترقصوا بتاعه كانت زي مناظرة انتقادنا بينهم من بعض والمطربين الشباب دول كان فيهم مكاوي فاكر مكاوي أيوة إزاي حبتني يعني طبعا كان بيمثل جيل الشباب دوت قوي كان معا حد تاني وحد تاني وكان أحمد صعب معاهم على إنهم يحسب على إنه في وسطهم لما أحمد صعب ابتدى يغني كل الناس اللي قاعدين انت مش معدول انت حاجة تانية حتى كان عايسا مشاكل كان عايسا مشاكل اللي هو كان باين قوي اللي هي عارف يعني ايه تبقى فيه مناظرة الحلقة ألشت الحلقة ألشت ألشت تماما بازت الناس اللي عائزين لكم كلام كثير بس الكلام ده لا ينطبخ عليك يا بيل عالدي لها الزها لا هو موهبة فعلا ده اللي كان قاعد محمد الحلو محمد الحلو هو اللي هو مالون ده غول مش قاعد معافemos وكان بيطلع مش متأكذ كان حمار الحلوة لمين بس اظن كم حمار بطلع في برامج اصالة بس قبل الفترة دي قبل الفترة دي مكاوي كان اسمه شيف مكاوي كان اسمه اه شيف مكاوي لو كان بيغني زاحد كان واقف كان بيقف و هو بيغني بيترقص له عشان يستفزوه لو انتم مش عجبكم الحركة اقول لك المطرب دلوقتي يوقف يترقص على المسرح فلما جات اوه دور و يغني بقى واقف يترقص بيغزوه كان حاليا حلو فاحنا لو بنختار اغنية انا لو بختار اغنية جوه فيلم كلمتها حلوة الحنة حلوة مؤسرة جوه الاحداث بتاع اختار سألت نفسي كتير بس انت عارف انا لو مخرج فيلم وقالولي نعمل لك في الفيلم كماننا وامة الاله اللي ده تخش الفيلم دعاية واغنية تعيش مدى الحياة هبقى محتار يعني اللي هو مش بس انا هختار سألت نفسي كتير اصلا خلي بلقى ماننا دا فكرة الاغانية اللي بتترند ما قبل اختراع مفهوم ترند اصلا دى بتبقى انجماتيك محدش هدوه اعرف خطات هوله انت عندك تجربة حصلة السنة اللي فاتت تقريبين قبلها سطلنا هنها الفيلم نزل عادي ونها نزلت محدش اهتم ونها عادت شوية على انتننت فجأة الاهلي بيحتفل بالبطولة لعيب خارج بالهنها شغالة العالم العربي كله بيسمع سطلانة اي 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 لأ وهتفضل عايشة خلاص يعني فاهم فتحولت لي شيء هل هي بقى اليوم الفيلم نزل ما كانش فيها بوصفات النجاح العظيم في اللقطة دي يعني يما الاهلي يا محتفل بالبطولات بقى اغاني ومن غير اغاني وكلام زي ده مش معنى دي لان اخرجها جبار وهي طبعا لانه ابتدى من الاول على كانوا بيعملوا المزيكة الاول لانتك الموضوع بيشهد بصوت الصفارة كان طهر محمد طهر واقف بضهره الهيئ انت لو بتخرجها مش هتعملها كده يعني انت لو فيه واحد قاعد بيعمل لهم حبوز منه حبوز لان حركة مش هتطلع كده وبعد مبتدى يرقص وهو بيتعامل على الدخلة كلهم بيرقصوا من نفس الرأس ومسك السماعة والبتاع الفوطة وطبعا البصمة بقى بتاعت انك هتعدي قصاد نفس الصحفيين اللي مش هترضى تكلمهم المرة دي وهتعمل لهم كده وتخرب البطول لا تموت الكاملة ملاش حالة اه يا غريبة بعدين كمان نقل نقل حتة الاسخم في الاغنية ويعملوا عليها اللحظة دي فتقدرش تعرف هالكامان دي لو كان الفيلم اتأخر سنة اتقدم سنة كده تنجح نفس النجاح حاجات انجماتك تماما لو كانت ينفع تتخطط ما كانش حد غلوب كان كل واحد عملها كله هيبقى نفسه بالزبط استطلانا مش موجودة لان استطلانا ما كانتش في الايمة بتاعت سبوتيفاي بتاعت شباك التذاكر عايزين الناس كلها تفتكر معنا هذا الموضوع لان انا عارف كويس قوي الناس بتاعت ازاي ما يدخلش بصراحة لو موجودة كنا هنخسرها مش في الدرجات بس ايه المهم مكادش موجودة الاكيد يعني ان ايه مكادش موجودة فلم ما حدش عارف اسمه تقريبا هيا انا مش هارف اسمه الفلم اسمه اصلا انا شفت الفلم اه 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 اطلاق بطلاق من فيلمين وارة بعض يعني هو كان زومبي الفيلم اللي بعدي اللي كان معموله فيه عمل أنا مش عارف بقى فنتذكر دايما احنا المرة دي حدين نفسنا بالمية والخمسين اغنية اللي موجودين في قائمة شبكة تذكر على سبوتيفاي وطبعا فيهم حاجات كتير قوي ممكن تبصوا عليها وتقولوا دي طب ازاي ده ما دخلش ده موجود في الايمة معلش لازم نوصل لستاشر في تفديلات والنوعية دي من الحلقات هيكون منها فوليومس كتيرة وان شاء الله بإذن الله يا اياد مأكد لي انه هيجي النسخ دي وهذه هنحاول نقنعه وما يكون موجود معنا اوكي اخر لقاء فضور الستاشر انا لمسطولة لمتطوح وبلاش الملامة سيدي انا الحمد للعسلام عارفين النقطة اللي طبعت هالمهجر بتاعت الرجل اللي راح شركة السياحة وقالونا بصمحتها عوز حبز تذكرة للمنامة ولا اقولك بلاش المنامة انا هي دي على فكرة برضو منافسة عادلة لان الاتنين اللي هي الحاجة اللي انا بحبها ان البطل بيغني انا بتضايق شوية بس بمتفهمها وحلو وكل حاجة بس اخذ بالك البطلين مطربين اه يعني لما بيبقى حمد احلال خليت سليم خليت سليم الغلاء فكروني انا مش هيك بيمسك المايك وبيغني لا هو هنا بيغنيها بيغنيها فيزيك اه 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 معينه في الفيلم اعتقد انه مطرب في الفيلم ولا كان ضلع مطرب معطقدش انه كان ضوا هيا دي الرن ده من احلى اصلا اللي هو ايه التوظيف حاجة موجودة صحيح في مصر يعني الاغنية التانية كده. بس مش رايح يحضر الفرح. وبعدين بيوم سمودة لا بيتدي بموال. ومش هاب كيف يوم عليه. ايه. ولا مش عارف ايه. وانا ايه. انا لما ستول. ورايح يبوص فرح البنت اللي كان. لا بس انا بكلم عن المزيكة مش على الحدود. اه اوكي. انا في كانت فكرة انه 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 هو بيقول هو ده اسمه هي دي الرنق لندل في الدراما. اه اه. يعني هي دي في الدراما اللي هو مستنيها تتصل. بالزبط. يعني اللي انا عايز اقول انا بحب لما البطل يتكلم مش مش مشاعره اللي بتتكلم. لان المشاعره اللي بتتكلم دي اسهل بالنسبة لي. لا اسهل. يعني انا ممكن بقى البطل قاية ساكت كده بس. واغنية تشتغل اللي هو زي بالورقة او القلب. زي حاجاتي. انما دلوقتي انا اللي بقول. فدي معنى ايه ان انا بقول ان هي فيها كتابة اغنية على سكريبت رايتنج برضي. اوكي. يعني هي انت بتاع الميكس بين حاجتين هو فيها حتة اجاب. ميوزيكا دي. اه. هاختار انا. هكيه تحب الفيلم بتاع موضوع احب عليم. اه. 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 اكيه طبعا بزلك ده ايبك ايبك احبه. اه لا بحبه جدا. ان هو 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 بيعملها طول يعني ده اكتر حاجة وبتنسهوش. يعني على وطني وطنطن. اه. انا فيه في فيلم ميوزيكا اللي محدش بيحبه وحدش بيوتيقه. كريستيل? اللي هو لأ فيلمه مش مصري. اه. اللي هو ليه مزربة? لو مزربة انا بحب لو مزربة. يعني ايه. سأل ايه نسخة? النسخة الجديدة بتاعنا ايه والزبط. الناس في الناس اللي بتحب الميوزيكا مش بتحب مش هتلاقيها يعني 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 عشر فيلم مثلا دي. او لو هتحطى اصلا فلسطة. انا بحبه ليه? عشان هو مش استعراضه خلاص هو كل اغنية البطل اللي بيقولها وبلسانه وبتمثيل. ايه عشان هو مفوش ولا جملة حورية هو كله اغانية. ماشي. ماشي تمام بس بتمثيل. لا يعني دي صعبة بالنسبة لي. انا حبيته بصراحة. انا ما حبيتش لمزربة. لاني ساعاتها ما كنتش بحبي هيوت جاكمن. اوكي. اه. ومقتنع ان الله بيعرف يغني ولا بيعرف يغني. في الوقت ده. صح في الفيلم ده كان بيغني قويس. اه. دخلش الناس الكروكا كان بيغني وحش اوي 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 اوي. مش كده اللي هي ايه تحطه في في المصاف محمود الميليجي وزاكر اسطن. اوكي. اللي هو نظام احيه ده انت ممثل جامع فشخ. مش ممثل عادي ايه. طالع طالع نظر مدرسة فاسية. انا مبحبش الميزيكا الاوي. بس انا فيلمي المفضل في الميزيكا الايه. اه. بس اولي تود. انا بس اولي تود. انا بس اولي تود انجبار. لا يعني 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 فيان بيعدي ناين ويعني يعني بيعدي افلام كتير محب. انا ما بحبش اوي الافلام الميزيكا بس انا سويني تود ده. بالنسبالي انا استمتعت متعة رهيبة في السينما في حاجة مرعبة بيغنوا فيها. يعني يعني انا بتاع هيلين بومين كارتر وهي اول مرة بيقابلها وهي بتقطع الفطير اللي بيطلع منه السراصير وبتاع مشهد مخيف مشهد وحش اوي. بس انا عجبني من هنا. يعني وهي بتكلمه هو بيرد وهي بتكلمه هو بترد لأ يعني. يعني. يعني انت شفته ولا لأ بالسرعة. لازم تشوفه. لازم تشوفه. لازم تشوفه. عشان تفهم فكرة انك عامل فيلم مخيف. ميوزيكا. لازم تشوف فاعل كل واحد. تيم بيرتن اه. تيم بيرتن. اه. انت قلت لها المصطورة عمد طوح. الاتنين بيتشاركوا للبداية الدخلة منطقية بس ده بيفضل مكمل في المنطقة اكتر. يعني ده بيفضل لاي. اختر انا مش عشان الدخلة والاستمرار فقط. بلاش الملمة اغنية دماء خفيفة وحلوة ورومانسية. وليها بيت حلوم يعني مش مجرد. زي ما هو بيقولك كده حمدل على السلامة اللي هو خلاص احنا خطينا مرحلة المحمن. ما بقيناش في مرحلة الحيرة الرومانسية. نحتفل بحبنا دلوقتي. كل شيء بقى جنيل وزي الفل. ودي مشاعر نادرا لما بتلاقيها في الاغنين الرومانسية عمو من اللي كلها نحيب وبكائيات وطيور وحاجات زي كده. مع الدخلة مع الغنى مع قيمتها جوة الفيلم مع الكلام ده كله انا بحبها مع اعترافي بان انا اللي مصطلة غني بتتوح اولا هي ممثل للكوميديا في الموضوع ده كله. ما عندناش اغنية تانية صفاتها الكوميديا. كجولو شوية. كجولو شوية ممكن صار? بس يعني انا اللي مصطلة غني سعد. سعد صغيرة. لا محمد سعد. لغني كوميديا بتاع الافلام الكوميديا. ومن مطرب اصلا مش ده المفروض ان هو يقدمه يا. والجميل اللي فيها شكيمة نادر اوي اصلا حد عامل اغنية بيقول هات فلوس لقليك احد. يعني ما فيش حد عامل اغنية بيطلبها. هاتفلوس لقليك. اهياما اهياما اقوى اهياما بضيع الواطن. انت عارف ان انا باستخدم الاغنية دي اوقت. في يا حد يتأخر في كوتيشن ولا حاجة ومبعايت لكو بلايه والله ينبهزه ويعمل تخبه زهار ومبعايت لكو بليه والله ينبهزه وخلاص لا دسة انا حافظ بلاش الملابه ماشي انا يبقى بمطلعها بحاجة انت اخترت ايه انا اخترت احمد هلابه انا المسطولة بالطبع اه يعني انا دلوقتي اللي بسوين انت بتسوين جافة بقى لنا كتير مسوين جايش ليه اخترت انا بلاش الملابه اه ده شيء جميل الايكونيك دخلة بتاعت الايكونيك ده تقول لي ما اسمعناها افتكرناها اعلان محلوم محمول اعلان رينجي تون ده ما خفيف قوي انا بحب كل الناس غيرت رنتها الرنت اللي ايه ايه طبعا وجوه الفيلم متوظفك ويس ايه انا طبعا بالنسباني الفيلمين مش مش احلى حاجة اللي تنزاي بعض اخلام يمكن تجاريا اكتر العيل هربت كان متشاقي يعني اتنين تقريبا زي بعض مع انه ده كاملة ومش فاكر التنينين بس انا ما بنساش المشهب بتاع انا المسؤولة اللي بتطوره يعني على بعضي بالتركيبة وفاكر اخره انا مش فاكر بلاشة من الامة دي بتخلص ازاي والعيل اللي بيحصل فيها فانا هختار انا المسؤولة اللي بتطوره وحما ده اللي ايه حس حاجاتش بمريو انت بتكلم دلوقتي بعد مثلا خمسين سنة اللي هو اعلم يعني المشهد ده ممكن الناس تقعد بقى تشار وكده يبقى فيه كلمة تانية بس اللي هو هتجيبه هتجيبه هو برضو فكرة غريبة يعني ومش عارف ايه ابو حبيبتي مصطول حبيب حبيبتي دواد مصطول خطابه هي عليها خطابه عليها فلوس عليها فلوس يعني انتهينا من دور الستاشر وانا اتخذ من الان لدور التمانية الاختيرة بتاعك لصنة موجود اه اه الاختيرة بتاعك لصنة موجود اه انا اتخذ لصنة ايه انا حبيت خليت سليم خليت سليم يس هو انت بتسرع بسرعة عشان انا يعني لا لا بس هي اتخذت بالك انت قلت البود بتاعي اه انا حبيت فاولا فقالي البود بتاعي دواد ده انت عايز تروح لسوقي خلاص لا لا مش انا فعلا البود بتاعي دواد فعلا اه انا حبيت يا جماعة فيها حاجة ما تكلمناش عنها يعني قبل كده رغمنا في المرحلة دي تعادتا من نكون قلنا كل الكلام بس انا حبيت الجمل الموسيقية بتاعتها بوزء ان الموسيقية تصورية تاعت الفيلم فدي درجة تدخل ما بين الاغنية والفيلم الاحدود عظيمة جدا ودوت لي سر وده لان شامنا زيه هو الموزع الاغنية وهو بتاعة الموسيقية تصورية تاعت الفيلم ففيه تكابل طبعا هو المنافسة صعبة قوية بين الاثنين لانو حتى هم مفهمش تشابه وتقدر تقارنوا يعني دي جوه الفيلم في اللحظة السعيدة دي قفلت الفيلم في الانتاع دي بتتكلم عن اللحظة اللي هو بيحبها فيها في اغاني تانية لسه جاية دي بتتكلم على ملخص القصة بس هاولك حاجة دي تختلف شوية عن اللي كنت بقوله على ولا اقولك بلاش الملامة لان الاثنين يعتبروا هونيتين احتفال للحب هونيتين رومانسياتين فيهم احتفال للحب لكن دي ما كانتش كلمة النهاية دي بعدها حصل سقوط مدود اه 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 يعني دي المونتاج بتاعها كان حلو اه احلم يعني المونتاج بتاعها كان معمول حلو قوي طب انت ليه اختارت دواية كأغانية اه 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 دي مشكلة بسرعة انا بحب أغانية دي اكتر يعني انا حزين قوي ان انت هتلاقيها طلعت لك في دولة اربعة لانه هي كأغانية احلى كتير يعني انا مش حاصة من رأيك بالنف في دواية وبجد الله يانصح الناس انها تدور على النسخة الكاملة وتسمحها هي اغانية حلوة على سبوتيفاي اه على سبوتيفاي على سبوتيفاي تصنعها الاغنية الكاملة لدواير اه بنعمل السلسلة التانية اللي قلته لكم على جنب بتاعت الافهات وانا قاعد بذكر الحلقة داية عدت على سلم والتعباد احمد حلمي رازع كمية افهات في الفيلم دا وقت ممكن يكون اكتر من افلام الكومي دا كتير قوي يعني كرة حزم فاسة داية جبارة الافهات دي دي حلقة صعبة ايه احنا ممنامش حلقة واحدة دي فوليومس يعني كل اتنين يجوا يرموا تفضلاتهم ونشتغل عليها صح ايه عنده كرة حزم فاسة دا كان افهة جبار مش بسيط ولما مدير اللي كان عام له طريقة المثاني كان بيقول له افرح بنتي قال له مش كنت انا اولا بالمصلحة قال له درقتل هولا جاوزها احمدت الدور دا حلو اعمل برضا اللي هو بتاع المدير قصدي يس اه اعمل له نزيزة او اه بالورقة والألم وكاجولو ابدأنا عشان ما تقولوش طيب كاجولو كده كده على فكرة هادي زكي بشكل مش طبيعي يعني هو احنا عاوزين مرة نقفشه في انو يسوينج يروح هو جايب ويقولك اقبر اقد ابدأ انا عشان ما تقولوش ما تبتغرب من السوينج برده لا لا طب ماش طب انا هنا انا معرفش زيزة احنا هنقلغى عكس بعض لا لا ما لديش حاجة ايه والله انا كنت اللي هو هتبرع بس كده عشان جوهد طب عايز تبدأ؟ لا 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 زيزة عايز انا اه احنا ماشينا كاملنونة ما بقاش بقي غير كاجولو دلوقتي لو عايزين اللي هو حاجة لمحمد بهني ايه دي اه ده بس ده مش عامل يعني انتوا لسه من شوية صفحين خلط سليم ايه 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 عادي يعني فجأة فجره هو بص الاغنيتين حلوين اوي هو كويس ان هما وصلوا للدور ده واللي اتنين زي ما اتفقنا وكاجولو اه اتفقنا ان هي مهمة اوي وبتخدم الاحداث واغنية لطالب في اول سنة جامع بيشتري لبس اللي هو عايز يبان شيك عشان اللي بيحبها اللي هو شايفها من طبقة تانية فاللي هو اغنية بتصبه في كل الكلام ده واللبس اللي بيشتري مع صحابه اللي جم معاه عشان قبلها بكام يوم كان سرق منهم فلوس ورح او اشتري لبس الواحده يعني فهم قصدي فقام ونزله بقى معاه تانية بعد ما رجعه الفلوس فهي اللي هي بتيجي في نص الفيلم بتزوء الفيلم كاسة تامن وثلاث تلاف جنيه ايه بيعقوله بمية خمسين جنيه ولا كمينه عبيته فهي بتيجي كاحتفال في نص الفيلم وفي نفس الوقت كخطوة من خطوات انه هو بيعايز يتعرف عليها وكلمات حلوة والاستعراض حلوة بتخرجش بره المول وزي ما انت قلتو فيها ماركات لا وفيها كمان حاجة مهمة قوي في تجولو دي انه هي فيها لغة جديدة هتبتدي تاخد من المجتمع يعني انه المتفرج على الفيلم دلوقتي تبقى حسن شخصيتي شامل الميليكي غريبة قوي اللي هو عكا حراتك خلاص بقى اسكت بس بزمنه كان ده بيقول حاجة مش مفهومة فاهم انك تبقى روش ده كان ساعتها اللي هو انك يعني حاجة مكادش كلمة الاهالي يفهمها فا اصلا انه هو يقوله كاجولوه اللي هي خد بالك الوقت ده اللي كانت الناس لسه بتلبس البنطلانات القماشة اللي فيها الكسرة فاهم والجنز لسه الجنز طبعا موجود طول الوقت بس ما كانش في الحالة بتاعت ان الديفولت الجنز فاكرت كاجولوني عايز البيت تشوفني لما موت او تموت لما تشوفني فلا يعني هي اغنية كمان اغنية كمان بمرور الوقت تحولت انها جزء من البوب كالشر يعني لما تجي عايز تعمل فيلم دي كومنتري كده وفي الباكجراون توصي فترة من نهاية الالف يعني نهاية التسعينات وبداية الالفية يا رايز دي فيها توصيق لحادثة مقتل برزاجش برزاجش بات يا خلا يا اي نمك يا برزاجش لأ وبعدين كمان انت في اي فرح دلوقت ملك وشفقت فكرة تنرقش واشتغلت ترقص برضو عايز لأ وكمان هتلاقي مثلا ايه العلب ترقص دي دي اللي هما فيهم ناس لسه كان ساعتها في الوقت ده الناس لسه متأثرة بمايكل جاكسون وبتاعنا صاحبة مايكل جاكسون لعن لسه البريك ده دانس اللي مش عارف ايه يعني فكرة انه لسه اه اغلق الجيل ده اغلبه بابا وماما ودول النادي يلعب كراتيه فهو في النصة قبل لابس بدل كراتيه بيحزام كراتيه يعني هي حتى بصريا فيها تفاصيل لما بتطعط تشوفها حاجة حاجة هو ده ده الزمن دي بداية فكرة وجود المول اعتقد اهم مش عارف صورين في اليابا سنتر ولا فين بس دي بداية فكرة المول صح كانش فيه مولات قبل كده او محادش نصور فيلم احداثه بتحصل في مول وبداية لما الكاهرة بتادت تبقى ايه تحس يعني بنتمحك كده في ان احنا احنا بنلبس هول زي برا وبنتمحك اه بداية لانفتاح العوامة بزال غير المضموط بالظبط هيا دي ده موضوع اصلا جو رسالت الفيلم اللي مفيد انه ما بيزموا فيه هم فكرة انه ده كاجولة تشهيل هي محاضرة يا ما ناس كتير لابسة بس جللت الرمي والبال والصلاحة اللي بعدها امرحة مممممممممممممممممه وفي محاضرة جوه الفيلم ونتكالم عن العولمة والتأسر الصقافي لا هي كل شي بس هي النهاية فكرة انه الجات ومشي الجات وبتاع اه والان مش هاداما كانتش مانا كنت في شوية تشفهم وانا زرية اه عاني رامزي هو بيشع اتفاقية الجات وانه هتبقى العروسة دي تأمر في بلدها بدولار لما طلع العروسة اللى هو كان بالدهاله ابلها شرح اتفاقية الجات اللى هي بتاعت اللسول مشتركة فهي طبعاً كجولو يعني انتصار للسينما أكتر من الحزن يعني ورق والألم كجولو كجولو أغنية انت لعتني لأسف مش هقدر هتختار كجولو كجولو سنابشوت ثقافي تاريخي اجتماعي لن يتكرر بالورق والألم بصراحة يا برضو لن تتكرر قريباً لن تتكرر قريباً طبعاً حصلت زمان أياً كان اللي حصل ده حيخلص يعني مهما طول حيخلص فعلاً حنرجع تاني النقد الاجتماعي اللي هو نظام الهتلاف ريليشنشب بتاعة وطنة جداية هترجع مرة أفرمية في المياه أكيد أكيد بس لا كجولو نخل بالك كل عصر دايماً كل عشر سنين فيهم حبة الأفلام دولي وانا رخيت أكتر من لازم طب ما شد شوية وانا شدت أكتر من لازم ما رخي شوية يعني هتلاقيه في كل عصر يعني كجولو كجولو المرحلة بتاعة المراهق القديم لأول حد الجامع أنا كان مسمعي لحمد مدير ده أهم مطرم هلعلي صوتك هي أفضل أغنية فيلم لمحمد مونير؟ لا لا لأ لأسف حدوطها مصرية مش موجودة في البلايليست هي مش أحسن أغنية لمحمد مونير غنىها في فيلم بالعكس لو عنده أغاني حتى أنا مثلا فيه بحب له أغنية جداً بحب له أغنية في فيلم ممكن بقاش ناسك ديش اللي هو اليوم السادس اللي هي بعد الطفال مش مشهورة قوي لأيه بعد الطفال نلجأ الصديق الزين نسنده على بعض بالكتفين دي وكان مغنيها في فيلم وليوسف شاهين برضو بس برضو تعالى نرجع للأغنية في الفيلم على سودك ده محمد مونير عمل شخصية المطرب المراته الغجر المراته من الغجر وبنته من الغجر وابن الخليفة عندهم في البيت عشان هو قرر يمشي في السكة بتاعة المتطرفين فهيبتدي يحصل أغنية يحصل فيها رأس فنق يعني وتنتهي بنهاية هيتعاقب عليها الشخصية بتاعة كان اسمه مأمون بان ولا مراوان كان اسمه مراوان كان اسمه مراوان وهي الأغنية حلوة أنا فيه أغنية دانية بحبها برضو وفي نفس اللحظة دي اللي هي جمر الهوى آه دي أول ظهور دي أول ظهور في الفيلم آه لو غاب أمر ملي يفتح طريق بالزبط ما دي أول ظهور للخان بتاع الغدر لما بيزوء الكرسي وهي بتبتدي ترقص أول ظهور لهاني لو الرجلي دي دب دب هاني سلامة لما بيرقص مع ليلة علوية لا دي في جمر الهوى أوكي الرجلي دي دب 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 مش متأكد فيه مش حارفة جديد جميع أنت صح جميع أنت صح يا ما بيعود يطبق من أول ظهور لهاني سلامة أو ليلة علوية في الخارج ما كانش مربوط صح آه ما كانش مربوط يرقص مع عارفة وعلي صوتك طبعا تحولت بعد كده إلى برضو حاجة في الكارشة فكرة علي صوتك بالغنى يعني بقى ليها دلالات آه دلالات أكبر من كونها أغنية في فيلم على دلالات على فكرة الاعتراض يعني يا غزاني حسنا نحن ندخلين جمع ماتش هو في أول ماتش كان بسسلي كده وبعدين خلال الماتش عمالي أطول أيوة ما هو أنا هي دي هي دي الفكرة اللي كانت بخانية أقول لكم تعالوا نشيل علي صوتك لأنها بتملكم يعني حاجات كثيرة يعني فاهم؟ بس تستحق تكسب يعني أعتقد أعتقد هي إيه ألحان آه حتلاقي أحد من مصر يحيى الموجي حاجة كده يعني أعتقد أنها ألحان يحيى الموجي هو اللي كتبها غالبا يوسف شهين صحة أو الانتقلي ما أعتقدش الأغلبة علي صوتك في الأغنية أيوة هو كتب أغنية في الفيلم ده كمال الطويل وكوسا المصطفى كوسا المصطفى هي الكاتبة للأغنية كوسا المصطفى كتبت أغاني كتير لمحمد من حب وهو يوسف شهين كتب أغنية إيه في الفيلم ده ما عارقش بس كمال الطويل هو الملحن فهي فاهم هي فيها ليها وزن ينفع أنك تحطها في منافسة مع حدوطة مصرية في منافسة مع الشارع لنا اللي مجد الرومي بس لما تحط في منافسة مع الغزالة رائقة صح يعني مننا لو قعدها هتختار لا لا موضصة أصلي الناس بيبقوا عندهم الحاجيات بتاعتلك لا لا حتى لو مش متصورة بس قصدي أنه علي صوتك في الماتش ده بالتحديد ممكن بعدين ما مش مطالب مش مطلوب من أغنية في فيلم من أجل زيكون هي توقف قصاد أغنية مصيرية المصير اللي بعد أن يوسف شهين هيعمله يعني وكوكبه لا يوسف شهين ومحمود حبيدة ومخلد النبا يعني لو وقف ده الوجود جديد مش واجه جديد بس كان جديد كانش جديد سألت نفس كتير وانا لمسطولة لابتطوح أنا هبتدي وهختار أنا سألت نفس كتير تمام فأنت هتكلم بعدين واسبله هو يمكن نعملها في مرة إنت برضو هتختار سألت نفس كتير ده أنت كنت عايزة تشيلها خالص لا إزاي؟ يعني كنت حاسك مش حبيبة قوي أنت لا لا أنا كنت يعني كنت أو كنت خايف لحسن أنا متوسم فيك على قدرة من التحيز إنت نافيته بأسباب جيدة أنا لا أنا فان بوخرج يعني أحمد علاق مو أعملش أعتقد مش أحمد علاق ومين بوخرج الشبح؟ غالبا أنا أحمد أحمد حلقة مرة زمان أول حلقة أعمالها خالص وقلت صند ناشاءات من إخراجاتها كذا وكذا وكذا والشبح أنا كنت ذكر كيف؟ فلاقيت كومنتات كتير قوي لقى ده مش شبح؟ دخلت أشوف لقيتها مش شايفة لازل كان ده زمان قوي عمر عرف عمد علاق بدأ بعد كده لا ده لو عمر عاطف عرف أنت بتحب عمر عرفة؟ أنا عادي بحبه أنا كنت بحب عمر عرفة أنا بحب الأفريكان أنا بحب الأفريكان ورد عنده حاجات المسلسل بتاعه بتاعه بتاع سرايا عبدين ده؟ ولا معرفش إيه كنسبه عنده؟ حسنا أخرج موسمة تانية تقليل ما عجبنيش خالص ومؤخرا يعني عنده حاجات أعمل مرع البريمو بصراحة أعتقد فأنت اخترت خلاص؟ أنا اخترت مش عايزة مش عارف زنوك أنا هختار نفس اختيارك على فكرة لا 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 برضا تقليك واحدة يعني هنشلك حاجة ماشي ماشي عنديش مشاكل بس سألت نفسي كتير نصف النهائي دي أكتر حلقة اللي بيخسر بدأ عليه يعني أنا حاسس إن أنا لو لعبنا بكرة ممكن أكسب هو ده حل المزيك معاش كياه بقولك هو برضو الإحساس بالزمن يعني تاس برضو الغزالة رائقة ظلمها الزمن يعني غزالة رائقة دي كمان عشر سنين ممكن تبقى بالنسبة لشاب دلوقتي عنده 16 يبقى عنده 26 سنة هي بتمثله كجولوه يعني راح الساحل وخرجوا على إيه الغازة يا رائقة لا أتصور لا أتصور معرفش بس يمكن يعني يمكن أصلا عندي نظرية بتقولك إن التست أوف تايم انتهى خلاص زمان كنا دايما بنقولك الفيلم دوت النهاردة اللي بتكلم عليه بقولك حلو وبتاع فواحد يجي يقول لي ايوه يتقارن بدا جات فادر يعني بقول له لا مستنى ده تست أوف تايم مستنى اختبار الزمن نشوف الفيلم دوت حيعيش ولا مش حيعيش أنا أتصور إن المفهوم اختبار الزمن ده كله انهار مع نهار تلفزيون ليه؟ ما عادش فيه حاجة اسمها محطة برامج عامة متنوعة ممكن تلاقي فيها فيلم طي لو رحت الفيلم فانت رايحيه لا لا ليه ليسا؟ يعني مش متفق معك لأنه لسه بروتانا سينما موجودة مين بتتفرجها بروتانا سينما؟ لا لسه فيه ناس كتير ما عادش أستخد بالك وفيه سحر للحاجة لما تقدم دي 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 عدد الناس يا جماعة آخر فيلم آخر فيلم أقدم من عشر سنين خمستاشر سنة لسه بيتزعوا وبيتفرجوا والناس لو لقواه في التلفزيون يقعدوا يتفرجوا عليه ويفضولوا ويبقى شكله من أشكال الأحداث يعني حتى لو في دوائر ضيئة والكلام زي دارك آخر فيلم الناس تجمعتوا هتتفرج عليه؟ آخر فيلم لسه يعني فيلم جديد لسه بييجي ولسه الناس بتروح له ولسه الناس بتتفرج عليه بتعلمه معاملة العار والكيف والإرهاب والكباب لا هو الاستخدام اتغير عشان كده بقولك اختبار الزمن نفسه المفردات بتاعته اتغيرت بشكل كبير جدا بقت دلوقتي قايمة على فكرة ان انا اروح اتفرج على الفيلم استدعيه من المنصة اللي هو عليها عشان هتفرج عليه بس في حاجة يعني شايف انه فيها لسه عدد كبير جدا من الناس في مصر مش هتنبست انترنت في الفرجة على فيلم او داونلود وبيتفرجوا على يعني بساحة الانترنت دي برضو بقت الانترنت دي حاجة عزيزة اوه فانا فانا ما عنديش مش مشترك في ناتفليكسون بتاعه ومعنديش الاشتراكات دي بتتقلص ولا لا بتتقلص بس قصدي ما انهرتش مية في المية ان في قطاع كبير بيتفرج على ما يعرضه انا بقولك هي بتتقلص وفي طريقها للاختفاء يمكن عندنا احنا بواتيرة ابطأ من غيرنا لان البنية تحتها اللي عندنا منهار لكن برا دا حصل بالفعل عشان كده انا بقولك احنا عادة في المنطقة العربية بس غير اعادة تخليق للتاريخ اللي بيحصل في كل حتة في العالم ولكن متأخر 10-15 سنة اه انا حاس بسا هي متأخر يعني هنقعد شوية يعني عشان كده لسه من اجل زيكو ممكن يكون قلب ده جوكر معاش دي ايرش مان معاش اوبنهايمر مش هيعيش اخر فيلم اللي كريستوفر نولن عاش هو انسبشن لا مش محشين كلها لا تقارن بانسبشن لا طبعا تقارن بانسبشن ولا افلام ديت لو كانت اتعرض من الزمان كانت بقيت مودلتان كلاسكس لا تنت دا يعني بس لو دخلنا في نولن دا هنزع الولا اوبنهايمر تنت ماشي لا لا معاك في تنت ماشي بس اتعاوز تقولي ان دي ايرش مان لو كان فيلم سينما نزل بدري 15 سنة في البرايم بتاع ابطاله كان موجي كان لأ كان حيوامل معاملة الكلاسك بس براك ما هي بردو دي علاقة اول من نوعه بردو ايه دا؟ كل الجانجستر موفي بتاع سكورسيزي عاشت معادة تاخد حقبة زمنية معاينة ايرسم خط زمني لو انا هنشن جدلا شاطر ايلد بعد كده ما فيش ولا فيلم عشو بس انا عايز اقول حاجة في حتة اللي عيش بي انا شايف ان هو في النهاية عشان هو البرايم بتاعه خلص اصلا دا يمشي على سكورسيز ويمشي على غيره مفيش افلام بتعيش خلالة يعني وبالنسبة بالتلفزيون انا بلاقيه لما ساعات بسافر ما بفتحش التلفزيون ده خالص يوتيوب او اي ان كان يعني حاجات كده بسافر مع صحابي بلاقيه لا اللي هو شغل التلفزيون واحنا ما بنتفرج عليه شغله يعني في ناس لسه عندها كونسبت البيت انا لسه لواريك دلوقتي الريسنت انت عارف انت الريسيفر بتاعبين في حتة الريسنت انا في السكرتالي انا كده انا مش عايز اقولك بتحصل معي كتير جدا ابقى بتفرج على التلفزيون اخبط في العار حيبتدي اجري على تويتر ياولاد انا عندي 45 سنة دول فانا عندي المشكلية ده اللي هو ايه انا كنت عارف كويس قوي في البيت خلتي في المطبخ جدي في البلكونة ابويه ما عرفش بيعمل ايه بقلب في التلفزيون فجأة جار يلوخوش هيشتغل جار يلوخوش هيشتغل الناس كلها تيجي توقع فانا بعمل كده الهون انا يا جماعة انا لقيت العارع على التلفزيون بمفهومي بعقلي انا لما اقول على السوشال ميديا الناس كلها هتسيب اللي في ايه ده وتيجي توقع وليسا في حد بتفرج لو تنزم ايه صحيح انا بشكي بقى مع الموضوع ده ابويه كان بيجي لنا مكالمة في البقاء ايه عميتي ناسا بتتلمني والله في ايه والله يفعل مشيق من الخوف معروضة عن طب حضي اقول لي بابا خلتي الله يرحمها لما كان مطش الاهلي يعني كتير احنا كنا بنقرأ بعض يا جماعة بالتخاطر اللي هو انت قاعد هو مطش الاهلي النهاردة الساعة كان خمسة ولا سبعة وحييجي على القناة دات ولا القناة دات وانت محتار تلاقي تليفون بيران خالتي يهود الله يرحم مطش الاهلي النهاردة الساعة سبعة على القناة ما عرفش مين خليك فاكر الايه قاية ما بيعملهاش اقول لك ايه انا كان عندي شكية تانية انا فيه روتانا كلاسيك او انا افلام قديمة انا عرف انت هتقول ليه مقلبة فاشخة انا بقى اللي كانت بالنسبة لي طبعا النهائل بتفتح فتلاقيه مثلا افريكانا على كلاسك هتا بتتجد تتقلم بس تتجد شوف ان هوا من عشرين حاجة و عشرين سنة وانت بتتجد تتقلمه فراح في القديم برينس انا شفت افلام على روتاناك لسك شفتها في سينما ايو 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 انا بقى اللحظة الفارقة اللي خلص بقى استسلمت يعني هي اللحظة ان انا اشتغلت في مسلسل اسم العميل الف واحد دايتو على ماسبيله زميل هاهاهاهاهاها شكرا شكرا على دا الفل و حمسة كنت جميل عادي توانتاشر سنة يعني بس وعني مزميل زميل ازاي حضرتك تعرف اللى كنت متبع المسلسل دا شفت كله والله ايه والله يعني دي كان بداية علاقتي اصلا بالحقل الفن تررررردت تررررردتت نصف النهائي دواير وكجولو أنا ما كنتش خيال خالص أن المشهد هيبقى كده أنا ما كنتش عندي أي تخاولي دواير وكجولو على صوتك وسألت نفسك كتير طيب يعني هنبتدي يبقى أن يمطش فيه دواير وكجولو للمرة التالتة على التوى بحاول أخرجه لا الأول مرة كنتم متحيزة دلوقتي بقى ليه مرتين بحاول أخرجه اللي هو أي دواير هو بصراحة أنا طبعا بحبها جدا وهي يعني كونية رهيبة جدا عبكو يعني كجولو hii ايها كالترخرة والمصحب آآ آآ وصلت حضر أل peach تعالى شكرا بعضكوري بس اللي هي دي هنا خسرت 6-0 زي مصر ومغرب كده اللي هو ما تخسر جا Ministry علي صوتك وسألت نفسك كتير وما تتسرعوش 為دhr إذا وذي هكذا ما ليش دعوة بالمكانة الأسطورية بتاعت الأغنية والأسماء الأسطورية المتدخلة فيها حاول تجرد كل ده وحط نفسك في حقل بلا جاذبية بلا رياح بلا مؤثرات أول مرة أغنية فيلم وأغنية فيلم صح؟ أول مرة أغنية فيلم أغنية فيلم لو تسمحوا لي سألت نفسي كتير أغنية ده بعيدا عن أي حاجة تعالوا نجردها دلوقتي وقلها أغنية بشكل عام سألت نفسي كتير في رأي الشخص فيها ثلاث تيمات الأغنية تبتدي بيهم كل واحدة فيهم ينفع تأوم أغنية وتخليها تعيش للأغنية اللي هي في الأول سألت نفسي كتير مرستش يوم على برا وبعد كده ولا 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 الحتة بتاعة ولا ولا دات وبعد كده ولنا جوايا الاتنين في بعض دول تلات بداية بيغنية تبتلي تلات مرات وكل بداية منهم تشيل أغنية وتعيشها الفترة طويلة هي الاتنين بيلعبوا على الأحوار هو أنا الطيب ولا الشرير يعني كل اللي حتة علي صوتك أنا فاكر دي من العقريات بتاعة الشبح بتاعت إنه هو حد والشخصية بتاعنا عرفش مين بعد كده تبتدي تشول ده أنا الفلم أنا مش أنا الطيب أنا الشرير دي سس كي ده رحب الجوات تبتكر قونيت علي صوتك ايه الكلام بتاعي علي صوتك لا يعني بسمحها كيدي بسمحها جواد ماغي بنا عارف الكلام واقف ولا نخلة بصة ينفع نقول إن هي شوية يعني ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا حاجة وحشة اه ولا صوت ولا حلم أنا آسف إن أنا بقول حاجات زي دي بس إنتوا عارفين أنا في الماتش دوت أي بس ناخد ذلك برضو يعني أعزي حتى لو الكلام يبدو مباشر مش هنقول مباشر هو لايء على الزمن إن إحنا برضو نتكلم الكلام مباشر في الحفاظترة يعني في الأندلس يعني يعني مطرب بيغنيها لايف مش في الباك جراوند يعني مش هيقول حاجة كومبليكيت أنا مش متوقع من الأغنية تاعت الفيلم أنها تاكس قدر من وقاعية مش قدر من وقاعية بس بس يعني هو هو أنا بس كل مشكلتي مع الموضوع الاثنين مطربين صوتهم حلوة طبعا بحابه مونير أكتر الكلمات في الاثنين حلوة المزيكة حلوة الفيلمين حلوين يعني بتاردرشتهم برضو طبعا المصير عنده الميزة بتاعت إنه يعني الفيلم لما اتعرض اتعرض شاكان شباح اللي في نتليمش أبي كان كان والراجل طلع استلم السعفة الزهبية عموما بس شباح بردو محدش بيكرهه يعني بس شباح الناس بتحبه يقول إنه هو فيلم كان سمارت كان ساعتها يعني بردو كان مثير أرغم إنه أعلم على ثيم أنا أنا يعني فتح كلام كده بكرهها اللي فقط زاكرة و جاي اخره ده من الزاكرة والهك والتنويم المغناطس دخلهم في فيلم أخرج أنا من ناحية التانية ولو فيلم وظف حاجات من دي بحسهم بيتحداني لو عملها حلو بشبح بصراحة عملها حلو بشبح بصراحة عملها حلو فهنا حاس إن الموضوع لي علاقة بأنه طب أنا هقول حاجة يعني هل علي صوتك أوبر ريتل بسبب إنها تم يعني إنها اكتسبت أهميتها دي من إنه ده إنها أغنية في فيلم اليوسف شهين عرضة في كان تم استخدامها شعبيا اللي هو أسمعها بصوت صعد الصغير كانت خالها آآ آآ فأنت لا تريد ان تتعلمها يعني هل هي يعني حازت على أهمية من اللي حواليها أكتر من هي أغنية حلوة أنا بحس هي فيها تفاصيل يعني مثلا أنا أنا في فرق لما بقولك الأغاني ممكنة غيران لما بقولك لسه الأغاني ممكنة مثلا يعني فهم فهي حلوتها كلها حاجات كلها في تفاصيلها هي ممكن أي حد يعمل حاجة زي يقول لي صوتك كده واللي هو لسه وحاول وتقدر وبتاع يعني أنا بس عمال أفكر فيها بالمنطق بتاع أنه إيه هل إحنا خايفين أنا أنا مثلا أخاف أختار سعالة نفسي كتير عشان هم معهم حصنة يعني جايبين معهم أستاذ يوسف شاهيم بالمصير أستاذ محمد مونير اللي انت بتحب يعني فهم هم جايبين متحملين في ناس وهم مش عاملين السليمة يعني فهم مش عاملين السليمة بس التانيين مش هنختارهم عشان بنقلش من نفسنا أقول لك أقول لك رأيه آه آآ 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 عال لي صوتك آآ أغنية أغرة بس حاول لك حاجة هو للآمانة أنا بمنتغى الصراحة أنا عاوز أقود سألة نفسك آآ 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 عال لي صوتك هي أغنية الأيمة دي وهي أغنية الوقت يعني ايه الوقت ده اللي احنا فيه اللي احنا بالزمان اللي كنت رسي ما اتكلمات شوية ما بين الشادو والراخي والمصراعي الايم في الاتجاهين بتوه فلو فيه جملة احنا بنتصدر لها واحنا بنعمل الايمة دي علشان بنختار افضل اغنية فهي لسه الاغاني ممكنة احنا احنا كرو المسج وده الوقت بتاعها الوقت اللي فيه ناس عاوزة تقول لك كده عاوزة تقول لك العكس بس حاس تبدو حدوطة مصرية هي اللي كده اكتر اه بس كده في اللحظة دي يعني عاوزة مصرية مش قغمية اللي هي لا عاوزة علوها بيكلمة الاحساس ان انت عايز تكلم عن الحريات عايز تكلم عن حرية التعبير لا بس في حاجة عاملها علصوتك مش عاملها حدوطة مصرية اللي هي ايه بقى علصوتك ابسط جدا بسيط لدرجة ان هي انا فاكر انا اول مرة اصنع فيها اللي هي موضوع بسيط قوي طيب انا عايز سألك سؤال في الحتة دي لغرضها والموضوعها والتوظيفها ما كنتش بقى ساعدتها على دراية بيه اوي خلي بالك فسألت نفسك كتير لا طيب لا بس انا عايز سألك على المقارنة في السياقها وفي اهدافها عالي صوتك اعقد ولا سألت نفسك كتير لا مين فيهم اغنية ابسط مين فيهم اغنية اعمق اعمق دي هنجيبها ازاي اصدق ايه باعمق بانها بك اعمق جوه الدراما يعني والاعمق كاغنية كمفهوم كمفهوم يعني الكلمات بتاعتها بالهدف بتاعها بالكلام ده كله وفكرة ان في اغنية ايمة على الصراع على الصراع الانسان امام حقيقة التاريخة انا هاختار سألت نفسك كتير ميش انا دلوقتي انا انا عاوز ليه اختار سألت نفسك كتير او انا افتكرت حاجة ده باعمق في اغاني كتير اوزا يعني سألت نفسك يعني المعنى ده بتاع الحيرة للبطل ما تعبرش عن اغاني سينمائية انا او انا ما افتكرش الحيرة بتاعت سألت نفسك كتير انا اللي في اغنية هينفع انا احطها في دكتور جيك في المستر هايبت بام فهي وانو في قاين فانما بحطها في منافسها معالي صوتك انا ممكن اكون بحب الشارع لنا بحب حدوتها مصرق يعني قصدي انه في اختياري لمميزاتها ممكن يبقى دي فيها ادج الندرة عندي عشان كده اختار سألت نفسك كتير مش عايز افكر تاني عشان انا يعني ندمان ان انا باختار سألت نفسك كتير انا 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 هو اللي هيختار مش هتحصل ده فيش برضو سألت نفسك كتير ايه ده ازاي 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 انا انا لو علي انا يعني انت عايز تخير سألت نفسك كتير لا ايو عايز اخطر اوكي يعني كنت مش اللي هو هختار هتجيلي هحسب والله طب ليه كنت هتخير علي صوتك في الاخر بعد كل النقاش ده علشان انا فاكر اول مرة سمعت في الاتنين جامدين اوي خلي انا خط ده على جنب ان خلاص ده جامد اوي ماشي بس اول مرة سمعت فيها علي صوتك الحتة اللي هي بتاع ترقص ارقص واللي هو حركت بص اي حد هتو الاغنية دي اول مرة يسمعها هتعجبه احنا يمكن بنجزع من المشهد عشان هدي سلامة كان بيعمل كده سيخ من المشهد انا دعوة بالذكر البصرية انا اول مرة سمعتها سمعتها ما شفتش المشهد اول مرة شفناها 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 انا دي سمعت الاغنية قبل ما شفها وهنا دي شفتها في السينما حيث انها اغنية اغنية الرمز بتاعة الموسيقى والانتصار للحرية ولمعرفش مين هو الكلام بكله انا رجل بتاعها وديد انا حب الاغنية بتاعة الحدوتة قد وسألت نفسي كتير اغنية الحدوتة وزي ما اياد اياد شرح اللي انا كنت بحاول اوصله بشكل اكتر بانك لما تيجي تتأمل في الاغنية رجل اياد ايس ايدي فهمت خلاص تماما زي بقولك هنا لا هو انت عايش تقول ايه هو ايه الموضوع ان يكون في فيلم فيه اغنية بتدعو للحرية وان انت من حقك تاخد حريتك وانت حر دي فكرة اتغنى لها كتير لا بس هنا بس هنا يقول لك عن صوتك في رأيك يقول لك عن صوتك في الغنى لسه الاماني ممكنة ايه ما اتغنى لهاش كتير قوي زي ما انت فيك اتغنى في ايه المنطق اللي هو هتشوفه طريقنا مودي لفين على ماتيل سنتين هنكون فيه اصغر واحد يعني فكرة انه هنروح هنوصل هنقامل اللي احنا عايزين يعني فهم احواخد بالك موافل السياق احنا الغجر المتطرفين عايزين بنعودنا من الغنى احنا مضطرين نقول لهم هنعلي صوتنا بالغنى يعني بس لو التانيين مش عايزين لنا نشتهر فهنقول لهم هتشوفوا طريقنا مودي لفين خلص مش انا موافق بس انا مخترق لي صوتك تبقى اي بحق تبقى الديسلايكس حدلنا يلا هوي يلا هوي يلا هوي كاجول ومسألت نفسي كتير في النهائي اه كشو دخيل خالص هنوصل للحظة الجميلة دي دول الطرفين النهائي اه وحلو انهم مختلفين هاوي انا فخور انا فخور والله والاتنين على فكرة مشهد برضى كاجولو مشهد اتنين مشهد شوفنج بس كاجولو استعراض جان فهي تقال عليها مشهد استعراضي دا استعراض في وسط الفيلم اه بس اغنية اه مشهد استعراضي لا انا قصدي مشهد يعني ايه يعني يقشلها طور الحدث اه اه مش هفهم ايه اللي حصل اه لو شلتها مش تفهم ايه اللي حصل في الوقت اللي اللي كانت هناك شغالة فيه بالزبط الشابح طبعا اكتر مش تفهم اكتر ايه اللي حصل بس يعني انت آآ يعني انا بقولك الناس كلها دلوقتي لو جريت اول فكرة جات في دماغها انها تسمع الاغاني لما تعرفاش. لو سمعت كاجولو لو سمعت سألت نفسي كتير. مين فيهم يخليك عاوة تشوف الفيلم بتاعه? انت امودك الصراحة. هو انت امودك لان انت لو انت لو انت عايز امودك في اللذيذ هتقول كاجولو لأ شكله فيلم اللذيذ كده. لو امودك غامق هتقول سألت نفسي كتير شكله هشغل في الغام. انا بالكلام على فيلم سينمية. هفكر. لو عايز اتفرق على فيلم سينمية والله. لان هي حسب. انا انا مش حسستها كده بصراحة. وخصوصا كمان حسب برضو ايه انا لو انا عمري ما شفت سينجاعة امريكية. وسمعت اغنية كاجولو. وقالولي دي اغنية مهمة قوي. لأ هبع عندي فدولة شوف. انا بقيم نفسي اصغر وما في زمنه. فعندي فدولة اتفرج على الفيلم اللي بيقوله في الكلام ده. هيخلق لي فدول. انا حرقص على الاغنية. لا هبقى بقى ايه سنتي كاتو نايتلي ونضراتي. تصوري. يا بنت خالتي جاي لك ركب. الاغنية بتبتدي معك بقو. قو. فانت اللي هو انت اول مرة اسمعها. انا قعد اول مرة اسمعها في السينما. قو. قو. لا الدخلة دخلة سينمائية برضو. دخلة قوية. وتدريجية كده ودخلتني فد وفجأة بقى كله بيرقص ويفتح لها حد بيرقص يقفل يا مش عارف ايه. وفي النهاية اشتغل اللبس اللي هو عايز. يعني يا فاهمت. البونة بتاعها. البونة بتاعها في الفيلم مفروش له يعني. باع الكاسة راح ورجعه الكاسة. مم. وبتاع راح وباعه ودخله هو نايم وقال له هتلبس وتتكاجول يعني. ولازم نبقى عارفين ان دي يعني ايه لو جات صدفة معهم في كماننا. لأ دي اصدنها. دي رايح لها اللي هو انت انجحت في كماننا تعالى بقى. ومؤلف الفيلم هو مؤلف الاغنية. اه. متعد العدل اه. متعد العدل اه. واعتقد اه الحن رياضي الهمشاري. ولدي الهمشاري كل افلام اه هينيدي اللي هي يعني الفيلمين وهي همام هو اللي ملحن اه. واعتقد تنوزيع طريقة مذكور. انا بزيان بقولك جولوب بالنسبالي لو اسمعها مستقلة بذاتها حرقصوا انبسط وظايد وخلصنا. سألت نفسي كتير انا ممكن اسمعها وانا يتعجبني اوي 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 وما بقاش مهتمة اعرف الفيلم اللي وراها غلا وقلتلي ان في فيلم وراها. ايو ما ده ما اخد بالك. لكن انا مش بس ان في فيلم وراها. ده ما ده اللي بحاول اقوله. ده المصلحة تجولو اكتر ما سألت نفسي كتير. ممكن. زي كتير بنعشق. انه قدرتك على انك تشيلها من فيلم. بتخلي كازولوه هتفضل اغنية فيلم. اشتغلت في فرح اشتغلت في اي حاجة. خبالك ودي حاجة برضو غريبة جدا انك تبقى فرح. وفيه كازولولي. هي هما الاغنيتين يونيك اوي. عشان اصلا انا بحس الفرح فكرة انك تشغل حاجة. كل المعزيم حفزانها دي لوحدها تخليها تشتغل. يعني حتى لو. صح الاغنيتين يونيك اوي. عشان كده انا فخور اوي بالنهائي. اه اه انا يعني. لا اغنية عاطسية معرفش شمالها ولا اغنية كوميدية معرفش مالها وخلاص. لا اغنيتين افلام. يعني ما وصلناس في النهائي. انا كنت بقولك انا ما بحبش اللي هي صوت البطل او ضميره او كده. احب اكتر لما يتكلم. التانية دي بيتكلم بس انا بحب برضو بتاعت صوته دي. بس تانية احلى. انا اختار الصراحة اختار? انا اقولك اجولو. يعني بس بتقطع. بس اللي هو فهم ما لازم اختار يعني. لا انا مش انا مختلف معي. يعني تمام انا محترم رأيك ما فهم. انا عايزة افتكر اسألت نفسي كتير دي كسبت كمانننا? فرح. ما عبتش كمانننا. كسبت كمانننا؟ كسبت كمانننا في اول دور دي. فعلا؟ كانت اتسال اول خلص للدار? تقريبا اه بس قلت افكر. اه كمانننا دخلت ناحية دي كانت سألت ناسوها كمانننا ناحية. اه اه. مش هي كسبت كمانانا ولا كسبت الاغنية الي كسبت كانا نانا. بس هي كسبت من الناحيات. لا أنا سألت نفسي كتير. ام كالجولوف فيها الح Hip انا Chrome انتو صعبت wärداء or فقط ااء انا مش عمري ما وقبتا. غيرا ما يكون من المفهوم ان البداية من البطل بتاعنا楚 مطلق. ام ام مستسغدش دي في استهسألت نفسي كتير. هعمل حاجة دلوقتي ما بحبهاش بس كتير بعمل. آآ مساهمة بشكل قوي في رفع اقاع الفيلم. ودي حاجة عادة الاغانية ما بتعملهاش. هو الاغانية عادة بيبقى فاصل استريحنة. وبعد ما بتخلص بجو السنما المصري تتصور مما حيضل المشاشة ويجوناش بوقت بريك. لكن لا سألت نفس كتير بترفع النمط. احتمل تبقى احلى مشهد في الفيلم اصلي. دي اغنية خلفنا بتاعة مطاردة. شكل ايكاة كان مضيك الشمال يا لأ مش طيب. انت بتم تعاطف معتو قبل اللحزة دي. فمش اغاني كتير تعمل ده. وفي رأي شخصي هيا الاغنية الافضل. فانا بس واني. والصوت احلى. صوت احمد صعد احلى من صوت محمد. دي ما هي ما عملنا اه. انا معارش بسم الله ما شاء الله عليكم حياتكم سعيدة قوي بتسمعوا اغاني فارحة اكتر من اللازم. انا في اغلب الوقت ببقى رايح للاغاني. على فكرة مش شرط ده. معناه ان انا حياتي سعيد. انت بتحب الاغاني الحزينة السريعة. الحزينة السريعة. يا سواء الله. جنتم بطلبين عاجزة بعد يعني حيز. انا. زعلني بسرعة. انا 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 روك روك راب. اوكي. فدول ما عندهمش الهادي. حتى وهما بيعيطه. اه. انا انا طبعا يعني شايف ان الاثنين قريبين جدا جدا من بعض. انا مصحف انا اه. هو زاكي زاكي عارف. يهرب. لا لا هو سلم نفسه. انا سلم نفسه. انا سلم فيها. انا هختار كاجولو. اوكي. لانه هفضل طول الوقت يعني شفت الفيلمين في السينما فافضل طول الوقت فاهم انه لحظة كاجولو في السينما في اول مشاهدة كانت ضوية في المتعة يعني متعة كده ان انت تتفرج على اغنية لزيزة فيها كلام حلو جديد مش فاهم ان لي بيحصل مش فاهم الرأس مش فاقي يعني سألت نفس كتير اه فاهم اه حلو الاغنية دي. فاهم يعني ما حقققت ليش نفس السعادة اللي حقققتها لي. فا وأنا الصلاحة في الفائضة المضطر اختار بزوقي الشخصي بعمل نفس في بينيا. افوه مات في المات. بس هيسألك سؤال. امم. لو كانت عليه صوتك بالغنة راح اتلتها جهة. اه كانت عندي مشكلة كبيرة. امم. كنت يعني غالبة اختار عليه صوتك بالغنة. اه. ده ويربني. ما ديه غالبة. شوية يعني ممكن ساعتها كنت افكر كنت ممكن افكر فيها اكتر على فكرة ايه برضو كنت اختار علي صوتك كنت افكر فيها اكتر انا ساعتها كنت اكتصف اوي يعني انا قعدت اكسي سألت نفسي كتير باوزان كتير اوي عشان تعرف توقف قدام علي صوتك بالغن ما قدرش اعمل كده مع كجولو اوزان املها ايه لقد سألت نفسي كتير مليانة اه بس انا هيوضل كجولو كجولو اذا كجولو انا كان نفسي نكسب سألت نفسي كتير عشان كجولو دي ببقى منطقية اوي ايوه بس مش مهم معرفتش معرفتش هو فيها مشكلة والاجابة منطقية الفائز منطقي دي مشكلة يعني دعائية لا لا خالص مشكلة انا بعض اقول له تعالى تعالى نحاول ان اللي اكسب معاش منطق انت كنت كتبها اصلا كتبها بناء على مصارها اللي شيف هاش خاليش انا شايف انها هتكسب لا مش انت مش انت اياد مش شغلك اياد انا كتب علي صوتك انا كتب علي صوتك انا اقولش سألت نفسي بجد انا عايز اقولك حاجة انا كنت متخلى عنها وشايفها هتطلع كجولو انا كجولو اخترتها لانها كانت هنا لوحدها مفيش حاجة هنا تنفسها بس كنت شايف ان كل اللي هنا هيجي منهم واحد يمشي كجولو اوكي فكنش بتخيل لها اخترتها بناء على المطر انا لعبتها المرة دي عشان حاجة عملناها في حلقة الموسيقى التصورية مش عارف اشرحها اوي بالوقتي بس في حالة الموسيقى التصورية انا كنت كتب حاجة والحاجة دي كنت باني لها تصعودية يعني عارف في اول ماتش حقول ايه وفي تاني ماتش حقول ايه وفي النهائي حقول ايه انا سألت نفسي كتير لقيت معها نفس الاستراتيجية هي عملاها كروتة صعودية لغاية النهائي بس برضو بنت لازينا خبطت فعالي سوتك بالغنافة عندنا كل كروتة افقال بنا اشت انا راضي تماما انا اخد بالك انا سألت نفسي السؤال ده في الاخر قلت انا لو هختار اغنية من التلاتة هكسب بيه يعني كان التلاتة في بالك ايه كان التلاتة في بالك كان التلاتة في بالك عملا بقول ما هقول اللي هيطلع منهم هيلاعب كجولو انت هتكسب لو انت عايز تختار احسن غنية من التلاتة كجولو علي صوتك سألت نفسي كتير فاخترت كجولو يعني لو خلص الستاشر اغنية هو وانتم رواحين ماشي؟ ليك اغنية واحدة بس تسمعها تختار ايه مش شرط عادي مش شرط اللي كسبت والله انا انا بقولك يعني مش هشغل علي خلاص اختار الزوق ما هو عايز حزين سريع يعني هو راجي طلب واضح البلاي لست بتاع شباكة تزاكر نفسها انا بقولك انها ذاكرت الاي مدية بانسي بتاع شغالها في العربية 3-4 ايام اكتر اغنية عمالة رجع عليها سألت نفسي كتير رغم اني عايز اقولك حاجة اخر مرة شغلتها كانين كان كمان 5-6 سنين ولا بقى لي كتير محبتش اسطيعيها اصلا وما لان ارجعت يابين انت لازمها اكتر اغنيتين لفتوا نظر في البلاي لست كلها بقى بصرف النظر عن الموضوع ده وديته اغنيته لان اغنية روبي كلمتها من اراء اجمل ما يمكن لو ليك واحدة تختارها في الستاشر اه لو هناك واحدة اختارها من الستاشر هسمع بالليف بدواء ماشي روح بقى بالليل اتعاوز تنفي عن نفسك طومة السعادة لا خالص لا لا بس اصدقى انا بالنسبة لي بالليل كده اكيد مش هسمع حاجة او حيصة اوي يعني فاهم حاس ان الوقت بقى ماشي نسا عوحدة بالليل فاسمع حاجة في الرائع هسمع انغام فاهم اتعايف على اي حد سابها وانت انا دماغي غريب عشان كنت ممكن اسمع اللي هي انا انا المصطول ولا بطا ممكن هلاقي نفسي عايز اسمعها والله وحشاني كلمتها وكده مضاعف هو دوت الحلو في الليستة ديت ان احنا لو كنا بنختار يعني لو بنختار بناء على حاجة غير الايمة بتاعت سبوتيفا غير بليلست تاعت سبوتيفا في اغاني كتير اوي كنا حننساك يعني في الاغلب وانا بصنف ان المصطول والله بتطعقي غريبا مش هتكش في اي تصنيف اصلا مش هتستدعيها مش هتلاقيها حلوة دي انها فكرة طب شوية غاني جمزة وانا عانجنا في سينما احنا كنا عملنا في جود نيو السينما المجلة لما كان في مجال اسمع جود نيو السينما ملف عن 10 اغنية فيلم 10-50 اغنية وانا كنا بنعمل فكرة الترتيب دي بانك بتعمل فوتما بين المحررين يرقموهم من 1-50 وتجمع الدرجات عشان ترتبهم من 1-50 كانت رقم واحد يوضيت اي دي ووو سعاد حسني نزيل فهم وباكتساح على كل دي لو دخلت تلعبت كنت هتستد عب اه لانه هي برضو يوضيت اي بقى اي غنى ورأس وتمثيل وإقاع وتصوير واداء وهي حسني رغيبة يعني انا في الوقت انا كنت بعمل ملف ده اكشفت حاجتي اكشفت انه سعاد حسني وشادية ارهاب يعني ممثلة بتغني يعني صوتها حلوة ينفع تغني شادية دي مش بني قدمة يعني هما الاتنين عندهم حاجة ان هما بيمثلوا الشوق بيعملوا حاجة معقدة قوي يعني قعد كده اتفرج عليه انا ساعتها كنت منباهر انا مضطرة اشتغل على الموضوع بمنطق الاغن ده موضوع واكل بمالي بقاله فترة يا بنت اللعيب انت ازاي بتغني السونة يا سونسون جتلك اهو هي حاجة تفه جدا بس هي بتغنيها اين كاراكتر جوه الدراما و لما تيجي تغني مصر تعمل ايه اسهد واقف بغاية عامر عامر عارف هتلاقيها كلير قوي فين في بانو 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 على سعاد حسني وهي بتغني بانو 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 وبتنوع في اداءها ما بينها حزينة وسعيدة وبترقص رأس واحدة مش رقاصة لأ مش بني قدمة وتستهون بتعملها عن الاستهانة بالشخصية العظيمة اللي انت عملا تقول في حقه كلام كويس المفترضه هو حاصله بتهزق إيه لو جربنا الحلو المتعاية أبو دم خفيف وفقنا معاها إخوة شاقية فلأ سعاد حسني وشاديا عندهم إدج فكرة إن هما مش بس بيغنوا مش بس بيمسقهم غيرهم حاجة محدش عملها غيرهم عارف حتى في الأغاني مثلا إن في أميرة حبي أنا الأغنية اللي هي بتاعة الدنيا ربيعة غنية دي غريبة أول غنية دي تبتدي بهي بتعمل اللحن ببقاه لا 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 تبتكرها تعالى تقول لديها دي حاجة غريبة قوي إن إحنا هندتدي بهيه بنها لا 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 لا..ليه يعني ليه بنحمل عليها كدا ببقى بكون تبقى دبقى تقيل هي ممكن في الأخير الفكرة دي تقنش تبقى شبه الحاجات بتاعة التسعينات اللي هي اللي محمد فقط كان بيعملها لا هي خطيرة يعني في الأخير خالص الفكرة دي كلها استبعتها من فين في مطربة وكلة امان غيبالة عسانتين ثلاثة فرانسوية اسمها أنديلا هي من أصولها عربية اسمها أنديلا اللي بغني اسمها درنيير دونس الله يبارك عليك اسمها أنديلا ديت وهي بتغني بنت لازمة بتمثل وهي بتغني حاجة أداء عمل زي بتوعه الأوبرا وبتوعه الكلام دا فيها أغنية بتقول فيها اللي هو من فضلك توقف وهي بتغنيها بتعمل حاجة نوع عمري في حياتي ما اسمها في أغنية بتقول بتعمل دي يعني بتقول جل أولانية وبتطلع معها ملل بالهبل وبتقطعها بتقطعها لمرتين وبعدين بتريدت أفكر مين بيعمل دي أو مين ممكن يكون عمل دي في تاريخ شادية وصعاد حصمي أنا وصل لنفس الكونكلوجين شادية وصعاد حصمي وحيث إن شادية مخدتش حقها في دا مع الناس يعني يعني معرفش في زمانها كانت الناس مقدرة دا قوي إنها مطربة قوية جدا في زمانها بس هال بقى حد كان مقدر إنها بيتمثل وبتغني يعني هال الناس كانت بتديها الكريدت بتاع أيوة هي مثلة أفلام لها تمثيل جدا وهنا يعني عز إنها هتبقى متشافة الحتة الروشة دي وعملت أخفة أفلام ممكن تتصورها وعملت أخفة أفلام لها وزن ممكن تتخيلها يعني هي يعني هي هي شادية اللي في فؤادة بتاعة جوازها في فؤادة يس وتوقفت عند مراتي مدير عام مراتي مدير عام دوات رومانتك كوميدي مجتمعية لحزية من أعظم ما يمكن لا لا، وكان ساعتها لما هتبص بقى على تاريخ اللي نحن كنوا أخدين من تاريخ الأغاني من الأول ما بدأته في السلم أنه بشكل كبير قوي اللي لها ما بتنساش بسهولة الأغاني اللي احنا كنوا بتكلم على الأشهر أكتر من الأقيم يعني ما بتنساش بسهولة الأغاني اللي غناها الممثل كيني كيني كام اه اه محبوب بالعزيز انا في اللابوريا اسمودا استاكوزا يعني الاغاني اللي بيغنيها الممثل في عمل بينجح بتظل عند الناس بالنسبة لهم بتقوله قولي اغنية فيلم بتحبه ما بيقولش بتاعت مطرب بيقول حاجة لها علاقة بممثل هو بيحبه وبيحب الاغنية اللي هو اغنية انا بيه بتاعت احمد زكي في البل بواب برضو احمد زكي دعا اعمله هاجات كتير غريبة قوي ڤوّا الحسن اللي هو اللي في اغنية في مصها سيئة قوي استاكوزا وحشة قوي مستر كراتيق ونية ثلاث نصب مش حالة ميهوب اي اغ MARILA اي اτη قول يا اي ايه اي اي يا دونيا يا بنت الايه الا بينضحكني الموضوع انسان ماشي على كبري بلقى ابو العيلا تقول اي اي يا دونيا يا بنت الايه فجأة تلاقي لاس دخل الطرقس معاها الكبري لا يا جماعة كده بكتير وين دول الفرق ما بين كابوريا واستاكوزا مرعب وغنات استاكوزا دي وحشا ايه وغنات كابوريا دي جبار السنة عني السنة وين كان بقى على الفوسفور ونحن اتبع على استاكوزا انا مش هسن الامام بقى موت حسن الامام بس استاكوزا كله على بعضه كان نص كبهتة من فيلم انجع او من فكرة انجع هو كان فيلم ايه اللي بتاخل ان كان تريد النمرة اه اه بس انا مش قصدي على كده قصدي ان هما استاكوزا كابوريا اغنية في النص اغنية في النص حسن الامام حسن الامام اه حلوة الحلقة? حلوة اه حلوة حلوة جدا انا كنت قلقين منها بس اعتقد يا رب الناس تعجب حلوة الدنيا يا رب الناس تعجبها يا رب ان شاء الله تكون عجبت الناس زي ما عجبتنا ولو اخطقنا في بعض الاختيارات من الاي ما نفسها من شبكة تذكر على سبوتيفاي معلش قولونا في التعليقات شاتين مين كان مفروض يكسب او لو لعتوا دور ستاشر بنفس الاختيارات بتاعتنا ولونا في التعليقات مين المفروض يكسب ويا ريت تدعمونا كمان مرة باللايك وبالاشتراك بالخلال اللي ما كنتوش مشتركين وبالجوين علشان تشوفو حلقة الاختيار اللي سبقت الحلقة دا مستر هادي الف شكر ليك نوارتني شكرا لك والله مستر اياد الف شكر ليك نوارتني مرسي انتمنى تكونوا كمانا مبسطتوا وإلى اللقاء في الحلقات القادمة ريبوش